سمعيني هلو سمعيني كده وجلت اوكي اوكي سمعيني سمعيني كده سمعيني انتبه سمعيني سمعيني لا تصبح موجودة لديه موجودة في مرة فقال سمعيني 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 كما شرحنا في مرة مرة اكثر شرحنا طبعا الجزء ده كله شايفين الماوس كمان دي الهوم تاب دي كلها وكل حاجة وكمان شرحنا معادلات في ال اكسل اللي هي الاجريكيشن اللي هي اللي هي جمع وطرحه وضربه واسمه وشرحنا سم إفس وكاونت وكاونت إفس واللي غير ربصت دولت AspII تجمع وشرط يعني مثلا هناك مواصفين كتير فأنا سأغير عدد لدينا مواصفين كتير فأنا سأعرف المواصفين بيه منهم دكاترا فأنا سأعرف اجمع لي مرتبات دكاترا فقط اجمع لي مرتبات الماركتينج فقط. هذا سام افس. سام افس اللي انت تجمع لي مثلا مرتبات الدكاترة في شهر يناير في شهر مارس يعني تبقى اكتر من شرط. كونت افس برضو نفس الفكرة بس عديلي عديلي مش تجمع لي عديلي الموظفين الموظفين اللي هم المحاسبين او انا عايز اعرف مثلا كم محاسب كم دكتور كم مهندس دي كده زي شروط. وطبعا لو احنا قلنا كونت افس اللي هي هتكون الاس في الاخر دي هتكون عبارة عن هتكون عبارة عن اللي هي نجمع كاس شرط. سواني اه. دي اللي هي جمع وطرح ودرج واسمها. وعملنا هنا كزا حاجة اللي هي دي اجمالي رواتب. اجمالي عدد الموظفين اللي هي كونت اي. متوسط الرواتب الموظفين المتوسط اللي هو الابرج. اعلى مرتبات اللي هو ماكس. معادلة اسمها ماكس. اهل المرتب اللي هو اسمه من او مينمم. اه صم اف اللي انت بتجمع بس بشرط واحد از كان يعني دي كل دي موظفين. اه ازا كان محاسب او اداري او مبرمج. صم افس ازا كانت اكتر من حاجة. فضل. اه اه اكتر من شروط بقى يعني شرط واحد يعني ممكن تقول له ايه. انا عايز منتج اربعة في مخزن واحد في شهر يناير. او كذا شهور بقى. بيقول له اعرف شرط من كل ناحية. يعني مخزن واحد منتج رقم اثنين. في شهر رقم تلاتة. يعني اكتر من شرط. اه كونت اف. طبعا اد بس اعد بس بشرط واحد. او اف واحدة يعني شرط واحد. افس يعني شروط. وعرفك هنا ن itísنا نتكلم عن معادلة نفسها اسمها افس. دي مثلا معادلة كبيرة شروط. آآ ا آآ. احنا نتكلم عن alternative creations التالي رقم قطونا عليها والتي ت iaحنا نتكلم عليها اليه اللي نحن نتكلم عليها اليه. دي نتكلم وده من الmb Richmond ساعة وشرير او عالف200 من الواحد وعشرين فيما فوق اوفيس مش هتلاقيها في 2013 او 2016 يعني هتلاقيها من اول 2019 او 2021 انا مش فاكر اني اصدار بالظبط دي الديناميك رينجز اللي انت هتلاقيها عبارة عن معادلة وهي بتاخد دي طاق لوحد وزي سيكونس وزي يونيك اللي احنا كنا لدينا عليها معادلة غير معادلات الاكسل اللي انتم متعودين عليها اللي انتم بتكتبوا مثلا صم مثلا بتقعدوا تصحاب المعادلة الاخر لا دي معادلة تبقى مختلفة اكيد يعني اكيد مش تشعر بالكده بس هي بتبقى مثلا لو احنا كتبنا مثلا سيكونس هي ممكن ما تلاقيهش عندهم لو احنا مثلا كتبنا جولي كاميرو اقول له مثلا عايز ميترو ودوس انتر جاب للميترو كنا زمان لما بنيجي نعملها بنسحبها لتحت كده شوية لكن دي بمجرد ما تكتب المعادلة هي بتاخد النطاق او الرينتج بتاع اسمها الرينتج او الري او رينج او ما تسمعوا الكلمة دي ديناميك رينجز او الري اعرفوا ان دي معادلات من اول اصدار 2019 او 2021 في مفهوم تعمل كي شوية تحفة دي تذكروها كويس جدا بتعمل زي كنترول على السل او على الخلايا تحفة دي اللي احنا كنا عملناها دي اللي انت بدل مثلا احنا قلنا مثلا ايه هل انت مصري ففيه ناس ممكن تكتب كذا اجابة تعمل كي يا شباب دي يا ريت يا شباب يا ريت يا ريت تشوفوا دي مهمة جدا للناس مثلا اللي بتدخل بيانات مهمة جدا لو انت مثلا بتبعت الشيط دال كذا حد بتقول له مثلا ايه يعني افترض مثلا المدير بتاعك مثلا قال لك انا عايزك تبعتي دي تلمي مثلا من فروع او من ناس في الشارع من اي ناس او من عملة داتا معينة وانت بعتلم عن طريق اكسابه فلو انت كتبتي لو انت خليت العميل يعتجل الموضوع هيبقى صعب قوي ان انت تتعادلت نظافي بعديه فانت تعمل له داتا فاليديشن في ليله الحاجة اللي انت عايزة تقول له وتحط له الكلام اللي في الاخر ده اللي هو ايه انا عايزة الكوت يبقى ما يقلش عن الخمس حروف انا عايزة معرفش التاريخ ما بين كذا وكذا تدينه زي تلك على جنب بحيث ان العميل مايرتجلش عشان لو فتحت الارتجالات انت مش متخيل كلمة زي كلمة الكاهرة دي بتتكتب حوالي اربع مرات الكاهرة اخرها هي مربوطة اخرها تيه مربوطة اخرها الف اخرها والله بيكتبوها ايه لهم ايه زي ليلة كده في عامين قصلي فداتا باليديشن تقفلوها على السلم علشان ما تخليش العميل يرتجل او تخلي ايه حد عموما يعني مثلا انا في شغل انا ببعت حاجة مثلا لناس في الشارع مثلا او ناس اريا مانجر لهم مثلا مسكين مناطق فانا بقفل لهم كل حاجة بحيث ان انت تكتب لما عايزك تكتبه يعني في عامين قصلي بس كده طبعا الراكس كنت تطولي على اللي هي نوت equal بصوا شباب احنا اخذنا اللي هي عدد الناجحين احنا قلنا عدد الطلاب الناجحين علشان دي كونت اف كونت اف بنعملها زي بيون ويساوي خليكم معي كده شباب عشان تشوفوا الحتة دي كونت اف كونت اف انت بتدور فين هقول له انا بطور بادور في التأدير بعد كي ادوس كما يقول الكريتيريا انت بتدور على ايه او ايه اللي انت عايز تدور به اقول له افتح طبعا قول له نوت ايكول كده لها تبقى نوت ايكول شايفين المنظر ده كده صح نوت ايكول دي شباب دي موجودة في الاكسل يعني انت لو عملت له نوت ايكول انت تفضل الخط لو انت عملت له نوت ايكول دي كده لا تساوي كلمة راسب اهي بعد كده تقفل الكوتيشن كده بعد كده تقفل الكوس ودوس انتر اه لا احنا لازم نعلم على نعلم على التأدير كله يعني ايجي من اول كده التأدير وننزل تحت كده خالص وندوس انتر جاب لي ان هو كل الطلاب معادة الراسب تقفل الكوتيشن كده لا اعمل سيليكتة على الحاجة نفسها على لا مش من فوق اعملها على الحتة دي بزي في الكتابة بزي تسعب تلع ارقامهم بتخرف كده اه لا لا انت تعلم عليها كده جدا انا بس عايز اتكلم في حكة دي عشان تفهموا اللي انا اقصلي عليه لان في معادلة يعني مرعبة لازم تكونوا عرفينها في معادلة حلوة جدا جدا اسمها فيلتر في الاكسل فيلتر دي موجودة كمان في ال اه في اسمها فيلتر برضو فيلتر دي يا جماعة معادلة وموجودة برضو في جوجل شيت لو حد بستقدم جوجل شيت فلتر دي يا شباب معادلة جميلة جدا المعادلة ديناميك وانت بتكتبها مرة واحدة وهي بتاخد لك النطاق بقى اذا كان النطاق هيوسع او هيزيد او هيقل وفي نفس الوقت هو بيمسك على كونديشن تعال نفترض مثلا مثلا احنا هنا مثلا تعالك نكبر الكلام لكده شوية عندنا داتا اي زي دي كده ونقول له احنا عايزين مثلا تعال نسحب دي كده شوية كده انا عايز كل المسمى الوظيفي الاسمه محاسب بس تمام كده فانا هاجي هنا ادوس كلمة يساوي فلتر اه فلتر اه تمام؟ ويقولك الري ده اول ما تسمح كلمة الري اعرف ان المعادلة دي دي wynamic يعني المعادلة دي مش اللي انت بتجمع ووتجم عدعة وعت وتكتبها لب vurعيها مرة واحدة وتأكبر لوقتها غريككم ازي هي puedست في masih الري انت عايز اغلاقي يظهر الرري اقول له انا عايز ده كل ده اللي يظهر الجدول ده كله تمام؟ بصو الحتاة دين معادلله دي جامناها بعد كدس كماد انت عايز ايه الي يظهر اللي هو العمود اخذت باللكن العمود ده هذا ليس عنواني عندكم الموذياب وهي الث swe الليه يساوي كلمة محاسب محاسب غطاً التك believing مطلعه تعمل ايه ا attracted � viral تتلاهر لبهم متاع露 وتملكون متاعف اللون migrant زي المعادلات العادية. اه انا كده كده همعين كتير. المعادلة دي هتلاقي لونها من زرقك شوية تلاقيها لونها حتى بمجرد لما دي كده كتب تسعة مسلا هنا هيقول لك سبيل هيقول لك المعادلة دي فيها غلط. ليه فيها غلط? قال لك لان انت بتقف في النطاق بتاعها. بص لما اجي دوس على النطاق ده كده بص وتلاقي النطاق اهو جاي. اشتخدت بالك. نعم. اه او تمسحها دي دوس لو دست هنا دست دليت هتلاقي رجالتين. انا متأكد ان بتقابل الناس كدير بقيتك. اسبيل دي يا شباب اسبيل دي. دي لو انت مثلا بتاخد داتا يعني بصوا شباب لاحظوا بقى الحتة دي. اه دي لما انت تدوس على تسعة مسلا او اي ان كان يعني ان رب قال لك انت كده بتعيق الداتا دي. الداتا دي عايزك جزء ده اللي هو الجزء اللازرق اللي بتعدي ده. فلما ايجا مسحة ايظهر لي اللقطة دي. طب لو انا جيت كده كتبت مثلا وليكن وليكن. هنا مثلا بدل دي اداري بدل سيد حمزة ده. اتكذوا اسم ده. خليها مثلا محاسب. تظهر تحت. دي جميلة جدا انا فكرة. يعني دي معادلة انت بتعملها على جدول وبتسيبها بقى. انت فاهم قصدي انت بتسيبها كل ما الجدول يزيد كل ما الحاجة دي بتزيد. بتسمع بزد. حلوة جدا انديها فكرة. دي احسن من انت تقعد كل شوية تروح راجع معادل وعمل افضيت في الشيط. وتروح جاي ساحب ساحب المعادلة التحت. فاهمين قصدي ايه? يعني لو حد يشتغل مسلا على الاكسل. تلاقي مسلا يقول لك ايه عشان انت بتقعد تزيد. فاحنا نقط نسحة بالمعادلة التحت شوية. فاهمين قصدي ايه? عشان ايه لما تزيد تقعد تجمع. خدت بالكو? فادي تبقى كويسي. فده اللي انا كان قصدي عليه. وكان في زمالتني ده بس الاسف هي ما مش موجودة. كانت سألتني بتقولي انا عايز اخلي الارقام دي بالعربي. الارقام عموما بدلا ما تتكتب بالانجليزي تتكتب بالعربي. انا طبعا 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 انا راح اصور بتاع. عشان طبعا ده كود انا مش عارف. بصوا شوية. مش ممكن اهلا فورمات ستنج مش موجودة في فورمات ستنج. بصوا. انا عايز بصوريكم المدى التعب اللي واحدة يعمله. دوس كليك يمين على الارقام دي كده. دوس ستجد في انا جنرال ونمبر وكرنسي. انت عايز تعمل السلة دي تبقى ايه? تبقى كرنسي تبقى كرنسي تبقى كرنسي. عملات. او ديت تبقى اللي هو تاريخ. انت بتغير شكل السل. فدي جنا في كاستم. كاستم دي بي تعمل ايه? شايفين جنرال دي تروح مغيرينها. تروح كاتبين بقى الكود ده كده. هو ده. اللي هو براكت اللي هو سكوير براكت اسمه سكوير براكت. بعد كده اعلامة الدولار. بعد كده داش. بعد كده اثنين. بصوا اهي. والله كنت اسفى كده معليك والله. بستعلم. واضي عشان كنت لسه بتكلم في الموضوع. بص يا شباب. اه. خليكي بس كه عشان. اتفضل اعودي 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 براكتك. عشان بعد كده اشاركتك. اه. فايت تجمع الفورمات سيلي دي كمان دي حلوة جدا. يعني ان ده عايز تدايق حد مثلا. لو جيت كاستم دي. وجيت عملته له كده كده كده. دوس انتر. تلاقي الكلام. اختفى. بس لسه الكلام ده. دي ما عطقتش من حد يعني عمالها وصاتك ود كده. نعم. بصوا يعني نفترض مثلا انتو عايزين تدايقوا حد. بزبط. بصوا. نفترض انتو عايزين مثلا. دي حاجة كده كخدعة يعني مش حاجة. بصوا جماعة ده مالين خدعة. ومالين حاجات غريبة برضه. يعني مثلا في حاجات مثلا يعني الجزء بتاع الفورملا دي. حد احد الفورملا دي ما عطقتش لحد قبلها كده. او حد بيركز فيها. بس الفورملا دي فيها حينا حاجة خطيرة في حتة دي الجزء ده. نعم. نعم. وحد بيكلم. طبع. بصوا شباب حتة دي في الفورملا دي حاجة خطيرة جدا. فيها اسمها calculation options. calculation options دي. احنا متعودين من الساعة ما احنا تولدنا ان ال اكسل اللي بتكتب في المعادلة بتسمع. صح كده? ال calculation options دي لو انت خليتها manual مش هتسمع حاجة. يعني تركز كده. لو انت جدت مسلا عملت اثنين اثنين وهنا تعال نكتبها كمعادلة علي. بيساوي اثنين زائد اثنين. بيساوي اربعة. تمام جدا. طب لو انا بأ انا عايزها كده احسن. معلش احسن. اثنين اثنين. نخلي الجامع هنا. اقول له ده. زائد ده. جاب الاربعة صح كده. فالمفروض لما يجي. عدل في الاتنين دي. وخليها مثلا خمسة. المفودة تبقى هنا كم? سبعة. سبعة. سمع لي. فيش حاجة حصل. ليه? لان في حاجة هنا اسمها كالكوليشن اوبشن. ده ما عرفش ايه الاوبشن ده معمول ليه. اوبشن ده معمول الخامة. مش بأذر والله. فينا بقى حاجة اسمها كالكوليشن اوبشن اللي انت عملها ماني ولد. يبقى انت لازم تدخل في المعادلة دي وتدس انتر عشان تسمع سبعة. لو انا جيت خليتها مثلا هنا عشرة. هتلاقي برضو ما غيرتش. دي من المشاكل اللي ممكن تعابلكو على فكرة. لازم اوتوماتيك. ده حتما. ده من غير فهم. حياتك كلها في الاكسل. اوتوماتيك مع عادة تيبل معين. تخلي الحتة دي ما تتعملش فيه مانيوال. فمن قصدين. تعالوا وقا نرجع للحتة بتاعتك. بصوا انا عايزين نخلي الكلام ده كله بالعربي. الكلام بالعربي. هندوس كليك يمين هنا. فيها حاجة اسمها فورمات سيل. هنيجي عند كلمة كاستم. دي حاجة يا شباب دي يعني دي ما بنستخدمها كتير. وانيجينا في في الجنرال دي. هنمسحها كده. شايفين الكلام اللي بالانجلي. الاركام هي بالانجلي شايف. شايفين ولا ولا نتكبر شوية. كليك يمين اهي. فورمات سيل. هي كده. هو المربع كده. بصوا اتلاقي الاركام هي. هنيجي عند كاستم دي كده. ونروح بمسحنها دي كده. وهنيجي عند اللي بعمل سكور براكت. ان معرفش هنكتب. دولار صين بعد كده داش. بعد كده اثنين. بركزوا في الرقم اللي فوق ده. وتمام يا شباب? بعد كده اثنين. بعد كده زيرو 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 زيرو. ما عارش هو كان زيرو. بعد كده سكور براكت. بعد كده زيرو. لكن هل اينا اي . زيرو . خذت بالك الرقم حصل له ايه ؟ انت بتعرف مبص كده ؟ ايه ايه أخفت ؟ ايه الارقام ببص ايه ؟ الارقام اتقلها بالعربي، الالوكشن ده مش موجود جواه الExcel انت بتكتبه بايدك زي كود كده في ال Custom Format في الـ Format sale بتكتبه بايدك عشان يخلي الارقام بالعربي خذت بالكه يا شاباب انت بتعمله ايه ؟ أما هو عجوز تقلب الوضع أعوذي لأنه ممكن نقلب نسيبه للعرب لأنه ممكن نقلب نسيبه للعرب لأنه ممكن نقلب العقام كلها نسيبه للعرب اه 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 ايو تقلبه هندي صح 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 بس هذا تقلبه الوضع وده حاجة كويسة اللي ده تبقى مفيدة في ايه؟ لأنه الـ Option قبل كده قبلنا في الدرائب يعني كان فيه درائب كبير طلبة صح بزرط كانوا طلبين حاجات في الـ Statement كانوا طلبة بالعربي بدهم جrocketing فسنذا ه dataset فأنا نقلب اولا 7 دقائق اوهHQ aí نعم انا trading انتو متفتحوش ال انا عبعتها الوصيص عمر اهو الكود اهو الكود ايه؟ فلتر تكتبها فلتر الري يقولك انت عايز ايه اللي يزهر ده؟ تروح معلم عن اللي يزهر ايه اللي انت عايزه يزهر؟ عاكاية كما في حاجة اسمها الانكلود تروح معلم على العمود عاكاية دول يساوي يساوي عاكاية تعمل محاسب مهندس ايا كان يعني يساوي ايه يساوي او يساوي تمام؟ اه ده الكود اهو انا عبعته برضو الوصيص عمر عشان يبقى نعم طبع ماشي كده انا سجله عندي كده عشان ايه؟ يعني كله يبقى بعتها لكم مره تفهمين ناصدي؟ حاضر 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 انا مش عارف انا انا مش عارف انا اه لما هي دي انا مش عارف اعمل فيها حاجة جونجوة بسقول لي عايزة ايه؟ اللي هي بتبقى كده اللي هي سيمي كولوم اللي هي لما تجدوا تعلموا على السيمي كولوم دي كده ودسوا كليك يمين فيه حاجة اسمها فورمات سلم هتلاقي فيه حاجة اسمها كاستم لو انتم جدوا شرطوا في الكاستم ده كده اللي هي اللي هي لما تجدوا تدوسوا هنا ودس كليك يمين فورمات سلم فيه حاجة اسمها كاستم تروحوا مسحيك ده كده بتعملوها سري سيمي كولوم هتلاقي حتى السامبل اختفت بصوا كده السامبل دي كانت موجودة هو حتى بيديك زي بريفيو على الحاجة بيديك تدوس ثلاث مرات هتلاقيه اختفت عندما تدوس انتر عندما تدوس انتر حيث انه يكتب ايه يكتب الكتابه هي بقى انه في فورمات في الادرس بار ده اللي بيظهر في المعادلات اللي بتجدوا فينا هتلاقي فيه حاجة بتظهر لكنها مش باين التلتة سيمي كولوم سري سيمي كولوم اه فورمات سيمي كاستم سري كول او هي بتبقى صغيرة او نعم هو بقى مش شاك بس انا بقى مش شاك بس انا بقى مش شاك هي موجودة بس ايه يعني بصوا دي عمالة معي مديري مديري بردو ده افكار جدا تم كشو احنا كده خلصنا الجزء ده نبتدي بقى ايه متوكل الله بقى في الجزء الى احنا نبتدي فيه نهاردة هنعمل كده بصوا شباب اي لغة برمجة في الدنيا فيها قاعدة اف قاعدة اف دي في كل حاجة مفيش لغة برمجة هي لغة برمجة تبقى مبنية على قاعدة اف لان ليس كل حاجة تبقى ماشية كما انتم عايزين اعني مثلا تقول له ايه لو مشيت كده لو لجت الباب مفتوح افتحه لو لجت عاصل افتحه طب افرد لجته مفتوح اعمل ايه لو مشيت كده لجت حييت اخش شمال طب شمال لو لجت حييت اتانيا اعمل ايه ام لو مثلا اذا اذهبت للسوبر ماركت وستعلمت جبنة هذه هي قاعدة F هذه هي من ابسط ما يمكن في قاعدة F قاعدة F ستستخدمها حتما ونظروا لكم بالعشرة ستستخدمها في الاسل في البر بي اي في البر بي اي برضو في الاسل في حاجة اسمها لدرس اسكل ستجد معادلة اسمها هي بالضبط هذه الاسل لا غنى عنها على الاطلاق انا اجاب لكم الحاجة اللي هي هتفيدكم جدا في شغلكم هتفيدك جدا في السيل انا بستخدمها في السيل يعتبر بشكل يومي اللي هو الناس محققتش تارجد ركز كده مثلا اللي هو مثلا واحد نفترض مثلا التارجد 100 ألف وهو مثلا عمل 40 ألف فانا بيقول اللي قل من 50% فده مثلا فوق 50% من 50% يبقى لو من 70% يبقى جايبة 300 نفسي انا معي كل حاجة انا مجهز لكم كل حاجة تعال كده نجوف انترو اف دي كده بيقولك الدلة اف او فونكشن او معادلة او دلة التلاتة نفس الكلمة دلة او معادلة او فونكشن يعني حاجة في الاكسل معادلة في الاكسل في الباور بي او اسمها سينتكس المعادلة من الدلات الاكثر شيوعان في الاكسل وتطيح لك اجراء مكارنات منطقية بين قيمة وما كنت اتوقع اف ليه هنتجتين فيش تالت اف انت بتقوله الشرط طب لو الشرط تحقق اعمل كذا طب لو الشرط متحققش يبقى تعمل كذا ما فاش حاجتين اهي المعادلة بسيطة جدا اف لو بيتو اكبر من 80 اذا جد طب لو لا يبقى باد تعال بقى ننزل كده مثلا نجرب بادينا حسن صح كده يا شوال حسن بشروط انا وصلت لي ب 67 شرط انا وصلت لي ب 67 شرط تعالوا كده نبص كده مثلا تعالوا نكبر كلام ده كده مثلا نقوله مثلا نكبر كده سهلا جدا بنقوله هل الخلية دي بدوس على الخلية او السن بقوله هل بتساوي كلمة تحسين والكلام يا جماعة بتحط ما بين دول كوتيشن الكلام ما بتكتبش كده لان لو كتبته كده سيطلع لك إرراراته هل هذا كده حتى لونها أزرق ستجدوا حتى شكلها لونه أزرق أنا لسه ما نقلتش على البعادية حتى البعادية تلاقيها دم دم يعني مخفية كده لما يدوس كومن تلاقي نقلت على البعادية يقولك ايه طب لو الشرط تتحقق يعني انت حطته الشرط مثلا هل الخلية دي بتساوي تحسين فبتقوله لو قالك بقى لو تحققت لو طلعت فعلا بتساوي تحسين ايه لا يحصل تقوله كتب ليس يس ايه طب لو الشرط ما متحققش اسمه ايه لو الشرط ما تحققش يبقى نوم وقف الكوز كده خلاص كده دوس انتر قال ليس لي عشان الخلية اسمه تحسين فعلا طب لو كتبت محمد قال لي نوم كتبالك يا شباب دي من أبسط ما يمكن في الاكسل في الاف دي بذلك طبعا احنا يعني هنشرح فيها شوات حاجات بس انا قصدي ايه الخلية اف اساسي اف بتكون الشرط ولو الشرط اتحقق او الشرط ما تحققش وصلت كده ننعلى بعدها شوية نمسح دي كده شوية نعمل دليت تمسح حاجة تضس كلمة دليت وعمل كده عشان بس ايه يعني نبقى عارفين حتة دي فيه هنا جماعة الجزء ده عشان بس ايه انا اتعايز اقول لكم الحتة دي الجزء ده كده شايفين الاصفر ده كده اه لا انا عايز تشايفين مثلا دي اه مثلا اه واحد وهنا اثنين وانا عايز ابسل ما بينه يعني عايز يبقى فيه كولوم بفاصل ما بينه هندوس كليك يمين هنا ونعمل انسرت يبقى فيه فاصل ما بينه طب لو عايز مسحه دوس كليك يمين هنا وعمله دليت فهنمسح دي كده ونرجع تاني تعال بقى سيمبل اف فلتر فورميلا فلتر عشان نكتبها كده عشان نبقى فاكرينها فلتر فورميلا فلتر فيك صح شباب من دول الحاجات انا ساعات بس استخدم شادي بيتي انتوا معي صح؟ انتوا معلش ناسي من ضمن الحاجات اللي انا بستخدم شادي بيتي فيها ان بستخدم اقول له مثلا ايه انا عايز بقول له كده بصوا شباب بقول له انا عايز تفاصيل معادلة فلتر في الاكسل بصوا بيعمل ايه هو بيجب لي المعادلة بالزبط بيجب لي كل تفاصيلة لو حد ما استخدمش قبل كده شادي بيتي دي فرصة كويسة انك تبته تشتغل عاية شادي بيتي فري تقدر تكلمه كمان تقدر تستخدم كل حاجة بصوا خياله انا سألتوا بصوا على معادلة فلتر هو جاب لي كل حاجة تخص فلتر وقال لي يعني موضوع فريق جامد اوي وموضوع اي فريق معك كتير عاو انا حتى بستخدمه كمان لان باجي اعمل تحضيرات لاي سيشن بستخدم شارج بيتي بنسبة مليون في المائل تمام؟ انا نخلي دي بس كده وانتها نرجع نشتغل عاية كده احنا سجلنا فلتر بصوا يا شباب بقى الحتة دي هنا تعالوا كده نبص كده على الجزء ده كده بصوا بيقول لك ايه هنا بيقول لك هنا هنا دي الاسمي وده السيلز وده التارجت فبقول له ايه بقى بيقول لي ايه بيقول لي ان محمد ده جاب مئة ألف والتارجت بتاع انا فده كده عايزين نعرف كل تارجت كل واحد عمل ايه قديم للتارجت فنقول له ايه تعالوا كده نبصر هنقول له يساوي اف فضوا بقى عشان الجوء اللي جاية دي فيها تركاية كيه بصير اف بقول له هل ده اكبر من او يساوي ده انا بقول له هل البيع اللي هو باعه قد التارجت بتاعه او اكبر منه هستم معي او سلام عليكم كويسين صح انت على عطوك بتجد اتخرب ايش عارف ليه معي هذا ليه تمام كده او اشيد المثال من الوقت عباط ساب بقى عطلوب بقول له هل البيع ده قد ده او اكبر منه يعني اكبر منه او يساوي فلو الشرط ده تحقق اقول له ايه اقول له اتشيف يعني اتشيف ده اتشيفر او اتشيفر ايه كان يعني اللي يتقلب طب لأ لا يبقى نوت اتشيف يعني الراجل ده ما حققش التارجت نوت اتشيف اتشيفر 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 ده اتشيفر سلام عليكم فلما يجي مشكلة لنا كان لما يجينا احنا نسحب المعادلة التحق صح؟ ايه هده اتشيفر صح؟ ايه هده اتشيفر مع ان ده مية وخمسسين الف و ده تنتمية هلف صح؟ لان هنا هو شايف ده موطبع مية وخمسسين هلف اكتر من الزيرو اكتر من الفاضي فحنا عايزين نثبت الخلية يعني نثبت ان الخلية ده مهما روح واجي هي ثبت ايه اللي انا بحكي فيه انا اقول لكم هنا ابدو يعني الشابات هذا يmanかڤو مرحلة ها مكتاب ella نفسي هنا 6 و ح麽 احباب ال Haft ا causa ما شخفت افترض لكم دعوني الوحيد. أبين الركل اللي فيكنا يتأخر معنا. كنت هناك كثيراً؟ هنا يحدث بيشكل عالي. أبينه أتحرك أو أبينه يجي لكم حركة. قمت بك. أنا لسا هشرق. قمت بك على هذه الحاية. أنا أتمنى أن أرجع لك هنا. تقاذي هنا بك. قمت بك. هنا أريد أن أضرب الواحد في الخمسة والثمانة للخمسة أنا أريد أن تكون هذه الخامسة معي تبقى ثبتة بزبط، أقول له دي في ده ودوس انتر عندما أسحب إلى تحت الاثنين تضربت في الزيرو هنا فلا يوجد شيء تظهر فأحصل هنا عند الخامسة اللي هي F3 ودوس F4 عندما أقوم F4 يحدث علامة $ sign اللي هي علامة $ sign قبل F وقبل 3 ودوس F4 وانت تضربت في الزيرو وهي تظهر لك المعادلة لهذا ودوس انتر ماذا سيحدث؟ عندما أسحب المعادلة تحت ستجد 2 في 5 و 10 3 في 5 و 15 و 4 في 5 و 20 تبقى عندما أسحب المعادلة هذه المعادلة هي ثبتة الخامسة ثبتة لكن هذا العمود الشمال متحرك معي طالع نازل معي وصل الكاشباب هل معي؟ نحن لسه نحن نشرح في الموضوع هل سأكمل؟ نحن نفسح عمل أول تاني ونبدأ نشرح انتظر يا شباب أنا أريد أن أثبت هذه الخامسة بحيث أن هذه الخامسة تبقى ثبتة معي والذي طالع والذي نزل في الروز أو في الصفوف يبقى متحرك فأسحب يساوي D في خمسة والحد هنا نحن تماما عند هذه الخامسة أو نحن نقوم عند السلة الرقم خمسة أدوس F4 وصلت كده عمر وادوس لما أجل أسحب لتحت شوية سبتت معي لما أجل أقف في الادرس باردي أو في الفورمولا باردي بص خدت بالكم خمسة 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 عشرين مع أن المفروض كانت تنزل لتحتها كده وصلت حدة خمسة الفكسة دي أو ممكن تعملها بقى شفت شفت أربع قبل وعلى فكرة الفكسة دي ليس خلية بس في صفوف وفي أعمدة بس أنا أجاب الخلية دلوقتي أصلا الاف دي ممكن تحطها الدولار ساين دي قبل الاف فتمسك حاجة وتسيب حاجة تانية وفي قبل السري أو الرقم الخلية تمسك حاجة وتسيب حاجة تانية فخلينا في التسبيد الخلية بس اف كده انت واقف فين اعم ايش كده بقى نشوفها بقى كده اه هي شجالة سايند يعني دي تبقى دي كده مثلا دولار سايند ودي اهي دولار سايند دوس انتر اه ما فيها زارت زارت كده زارت كده اه مواني ونميشي مواني 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 او متين فارباة عندكم مش شغالة مش غالة يعني بس ها عمي شغالة تمام كده تمام كده بعد كده احنا وصلنا كده في موضوع اللي احنا نمسك الخلية كده انتو كويسين يا شوال كويسين ماشي انتو شايفين ان انا عصي الكلام صغير او مش بظل والله ماشي هنجي نمسح دي كده ونرجع تاني بقى زي ما احنا بقى فيه نقول ان هي بقى امي انتو معايا كاي شوال معايا هنجي نعمل هي ندوس اف هنقول له اي بقى ده هنعيدها تاني المعاطلة دي هنقول له اكبر من او بتساوي التارجت ده وبعد كده ما نجي عن التارجت نعمل ايه ندوس اف فور عشان نثبت التارجت انتو عطلت ولا ايه انتو عطلنين اه اف فور ايه انا اصحية اف فور ورب انتو ورب انتو فور اه تمام تمام كده احنا لما نقول لما قلنا له ان دي اكبر من التارجت وقلنا له اف فور بعد كي نقول له ايه ده هيبقى اتشيفر طب لو لا يبقى ونقفل كده كده ندوس انتر ونقول الالو نسحب كده المعاطلة تحت قال لك ايه 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 زهرت ايه قال لك ده مئة وخمسين الف الرجل ده اقل من التلتمية فنوت اتشيفر طب لو انا كدبت هنا تلتمية وخمسين بصد تلتمية وخمسين بقى اتشيفر برده موقع اعلى من تلتمية كده وصل شباب لو حد مش عمي حاجة يقول لي انتو كويسين كده بالزبط بالزبط بس طبعا الاتشيفر طبعا نكمل يلا بينا ننزل بقى تحت شوية انتو بتجربوا صح انتو بتجربوا على اللي بص هنا هنا من ضمن الحاجات اسامي الطلاب وهنا الدرجة العلمي العملي والدرجة النظر فبيقول لي ايه ابيقول لي انا عايز مجموعة الدرجات ايه اللي سيحصل نعمل ايه مجموعة درجات نعمل ايه ده زائد ده بزبط بيساوي ده او صام على طول ده زائد ده وندوس انا جاب لي ايه مجموعة الدرجات وندوس ده بالكريك هتنزل ايه تسمع في اللي بعدين تمام كده كويسين تمام النتيجة بقى لو دخلته يمين شوية كده اقول لك ايه اذا كان اكبر من او يساوي ستين يكون ناجح يبقى الاقل من ستين ايه بزبط راسل هنجينا كده ونستعدي كده شوي بنقول له ايه اف بنقول له بنقف على الخليجة دي بنقول له لو دي اكبر من او بتساوي بتساوي ستين ستين طبعا مش محتاج ان انتو تعملوها ارقام بتتكتب على وطول كده ستين اذا ناجح بعد كده كومة عشان بقى لو الشرط اğanتو متحققش بقى كومة يبقى ايه يبقى راسب صح راسب وبقى ونقفل ايه الكوس اهى والله ق blev لا لسه لسه لا لسه ده في اسمها نيسب نيسب دلية التبقى نيسم الاف تمام انا وتعرف كا تتلايها تحت ايه اسمها اف كومبليكس هتلايها اا ندوس انتر قال لي كده ايه ده قال لي راسب. راسب ده لي لانه 34. 34 قال لي من 60. 40 قال لي من 60. طب لو نكتبت هنا 60. هيخلينا ناجح لانه انطلو اكبر من او يساوي 60. يعني بيساوي 60 فهتجب ناجح. طب لو تسعى وخمسين. ها راسب. لانه يقلي من 60. وصل كده. كده تمامك يا شباب. تو كويسين صح? يا ابن تعال ايه. يا ابن تعال ايه. اجمع من او ساوي. اجمع من او ساوي 60. بزرق. 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 يلا بقى اللي بعد ايه. اند بقى فانكش. عارفك اللي انا بحشرحه ده. في كل البرمجة. في كل نوع البرمجة هتلاقيه وفي كل ما اند بقى فانكش. وانت هكيد عارفها انت بايسن صح? اند اللي هي ايه? وان. اللي كان ده وده. شرطين بس لازم يتحققه. ما فيش شرط يتحققه. اثنين. اند. يقول لك احنا عايزين الفاير طيب اند مور زين سبعين. يعني الفاير طيب يبقى في الطيب اسمه فاير. واكبر من سبعين. فلو قلت له اند. اند هي. اقول له ده بيساوي فاير. انا اتكلم عن معادلة اند بس. انا مدخلتش في اي اف او اي حاجة. معادلة اند بس. هل ده بتساوي كلمة فاير؟ كمع. لأ سانا عايز اوسع ده شوية عشان اند. نكتب اول حاجة اند. اقول له عند الجراس دي كده. اقول له بيساوي فاير. كمع. قال لك لوجيكال تو. لما تجي تفتح فيه كذا كل لوجيكال. وتقول له ده اكبر من سبعين صح كده. سبعين. ما هو قال لك ان يبقى فاير. ويبقى اكبر من سبعين. يعني الطيب بتاعه يبقى اسمه فاير. والاستيد بتاعه تبقى اكبر من سبعين. وصلت شباب او اللي حد مشام حاجة بجد اقول له. بص يا شباب. اند من الاخر بتستقدم عشان تحقيق اكتر من شرط بدفعة واحدة. ما فيش شرط منهم يقع. لو وقعت يبقى ايه وقع كلها. زي مثلا. يعني مثلا عشان واحد يعيد سبعنا مثلا ياخد مادتين. طب لو مادة لا هيكمل سبعنا يعني ايه. عشان تعيد السنة مثلا يقول لك مادتين. عشان تعيد السنة. طب لو انت مثلا مادة واحدة لقت خلاص. يعني ايه. في دفعة واحدة لازم تعامل. هو بيقول لك ايه. انت لازم في الطيب ده يبقى في الطيب ده اسمه فاير. ده طيب اسم كراس ووتر. ما عشي. دي حاجة كده كان يستخدم في معدات وكده. يقول لك ان ان الطيب يكون فاير. ويكون اكبر. والسبيب بتاعته تبقى اكبر من سبعين. يعني لازم الشرطين دولة يتحققوا. وصل كده يا شباب. فنقول له انت. انت ديت. عشان تتخدم للتحقيق اكتر من شرط دفعة واحدة. بيساوي. اي معادلة في الاكسر بتطبيق الكلمة يساوي. او ايه. انت هي عادية. ونقول له عند الطيب دي كده. نقول له سبعين. صح كده? انا ما عملتش حاجة غلطة. يعني مفيش حاجة قصدي غريبة. خلاص. انا كده حطيت شرطين. وادوس انتر. قال لي فولس. فولس ليه? لان. لان ما ممكن هو يكون اكبر من سبعين. بس مش فاير. ممكن هو يكون فاير. بس مش اكبر من سبعين. يعني. ونسحب كده المعادلة. قال لي بصد دي ترو. لان دي فاير. المعادة اسمها فاير. وكمان اكبر من سبعين. وصلت. طب لو انا خليت الثمانين دي مثلا خمسين. طلعها لي فولس. خدت بالكوا ليه? لان لازم يبقى اكتر من شرط. متحقق. دفع واحدة. تبقى ترو أو فولس بس؟ نعم. تبقى ترو أو فولس بس. تبقى ترو أو فولس بس. تبقى ترو أو فولس بس. احنا ممكن بقى تدخلها بقى في اف بقى. او اوتوماتيك فولس. ليس ما حاجة اسمها بايناري. ما فيش خلايا تمسك فيها. ما فيش خلايا هتعمل لها فيكسل. وصل الكاشباب. من دلوقتي شهد ما عليكم بعيز لكم من AND sdb. بعد كده. ياريتي بقى معكم اللابتوب عشان تجربوا بجد الموضوع سيبقى عفر كتير او بديكم خلاص كده دي كده فوق اصلي افرد انا عايز اغارد افرد انا عايز بقى اعمل لها اوبشن نغير بقى كده نعمل ايه بقى مش احنا اصلي خلينا دي المعادلة دي كده هنروح واخدنها كده ونعمل لها كنترول اكس كنترول اكس يعني ايه بيعمل قط المعادلة كط وكتب اف بقى ايه بقى اقول له كنترول في اقول له لو الشرط ده متحقق الشرط اللي هو اند ده كله اتحقق سمعيني ولا يفهميني لها اقوله انت كويسين معلش هنسأل بعض في يعني بعد كده تقول لي بقول لكم انتم معايا انتوا كويسين انتم معايا كده ونعمل كده تمام بقوله لو الشرط ده اتحقق اذا كتب لي مثلا وليكن ياس مثلا ياس طب لو الشرط ده متحققش كتب لي نو ونقفل كده كوس وندوس قلي نو ولو دوس دابل كريك هتلاقي سمعني ايه ايه نو 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 اس قال لي اس لين ده الشرط ده متحقق فكده عشان لو انت اكتبت انت بس konuş عافيك يا جماعة انتم اعملتوا اي حاجة بدون اي معادلات هتلاقي بتطالع اك توفولز يعني مثلا اقول له ايه بعد ذلك دخلنا هذا الان داخلنا بعد ذلك عملنا بقى لو الشرط تتحقق نقوله لو الشرط لا تتحقق نقوله بس كده وصلت الكاشة بقى أنا ممكن بعد من خلص دي أبعثها بردو وصل العمر بعد التعديل بالإجابات وعشان تشوفوه تمام كويس كويس اللي أنا سبيتها زينا تمام لا لا ان دي بص ان دي اسمها فاكتور ان دو اور اور عكس ان دي يعتبر عكس ان ان دي اللي هو ايه أنا عايز مثلا داخل مثلا كلية مثلا انجليس سكشن مثلا اللي هو مثلا كلية تجارب مثلا انجليس سكشن يقول لك مثلا ايه انت تكون جاي مجموعة تجارب بس تكون جاي ب 48% في الانجليزي تفهم قصد ايه؟ يعني تكون جايب شرطين لازم اللي اتنين يكون متحقق ايه يعني يساوي اور وتقول له دي تدوس على خلية دي وتدوس تساوي ووتر بعد كده كومة وتقول له دي اكبر من 60 انت تكون جايب شرطين كده اور دي بتعمل ايه؟ ايه شرطين يتحقق ستقوم طعامك يا شباب اور؟ ايه اور لو الخلية دي بتوسر اوانت لسه مش هانتش؟ اوانت كل دي لا هانتش؟ طب تعالوا هجه انا مش بازر يا خليكوا اعادوا جنبك كبه. بصوا يا شباب. قور دي وظيفتها ايه? ان لو اكتر من انت بتحط له اكتر من كونديشن. واي كونديشن منهم يتحقق هتهولي. انت بتحطه اي كونديشن انت بتحطه اي كونديشن انت بتحطه اي كونديشن اي واحد فيه لو اتحطه تماما. يعني بتقول له ايه مثلا? انا عايز مثلا الكنديشن مثلا. اقول له مثلا ايه? محمد مثلا وده مثلا خمسين. بقول له ايه مثلا? بقول له ايه? اور. تعالي. خليك انت اقعد بقى جميعنا. اول اور. لو دي بتساوي كلمة ودي بتساوي خمسين. قال لي ليه? لان واحد من الشروط اتحقق. خمسين او? خمسين او? خمسين او. لو انا شلت من خمسين دي مسلا وحليتها اربعين. قال لي ايه اي كونديشن من انت حطه اتحقق. خلاص كده شباك كده وصلت. اور دي وظيفتها او. اند وان. هي والله اقعد بقى جميعين. الطعالةب перев طب الانog هنا مفيش وطر بس انك زيجلي اكبر من ستين. طب هنا في وطر وارنا 60 بارده اكبر من ستين. فخر شرطين متحققين من الشركين. كده وصلنا كده كويسي دي للفت situation neighbourhood. اللي احنا هندخل F و AND جوه F عافية يا جماعة في الأكسل فيه اكتر من معادلات تخش جوه معادلات يعني وديه في كل حتة دلوقتي يعني مش الكسل بس يقول لك ايه F و EAN يقول لك ايه لو الصور بيقول لك لو اكبر من 40 والأتندنس بتاعه اكتر من 50% خلاص كده يبقى اسمه PASS تعال انجرب دي اسامي الطلاب باتمان وروبن و ايه باتمان طبعا والأتندنس بتاعه و احنا عايزين نعمل PASS او F هو بيقول لك ايه لو لو الصور بتاعه اكبر من 40 والأتندنس بتاعه اكتر من 50% نقول له بيساوي F وبعد كان يعمل ايه AND F و جواه AND يبقى F و جواه AND و نقول له ايه احنا قلنا ايه ثاني ماهي اه 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 لو الاسكور ده لو تدوس على الخلية تدوس على السلع اكبر من 40 كمى سهل ايه و لو الخلية دي اكبر من 50 و ايه بقى تكتبش 50 بس اه 50% لو ان خدبك 50 هتتربه 50% و نقفل و نقفل و نقفل احنا هنا لما نقفل بقى كويسين. اذا اذا باس تكتبها كده. دابل كوتيشن تكتبها جواها باس. وصلت كده. كويسين. كومة. بعد كده. لو الشرطي بقى ما تحققش. يبقى اذا ايه. فايل. نقفل كده. نقفل قصد كوتيشن. نقفل كده. ندوس انتر. قالك ده. تعالك انا نبص كده. بص المعادلة كبرة ازاي هنا. اخدت بالكوه. المعادلة يعني بقت. خدوا بالكوه انا احنا ان المعادلة قد اطول مني بشوية. بالزبط. هنسحب بقى كده المعادلة كده لتحت كده شوية. قالك فيل. طب فيل لي بقى معين ده اكبر من 50. ده 50 في الميز. بس 75. ما تحققش. طب ده فيل. فيل ليه ده 25. بس معين ده خمسة وعشرين. بس معين ده 95. بالزبط. دفعات من الشروط بس تتحقق مرة واحدة هل تفرق معك بفاقة فيه في السلس انا زي زيك بضبط في السلس انا متأكد انا متأكد انا متأكد انا وانت من نفس قريب من مجال شوية يا جماعة فعلا الموضوع ده في مجالات كتير كده تستخدموها يعني مثلا ايه نفترض انا مثلا في مجال ريتيل ممكن اقولك انت تباعل خمسة الف جنيه بس يجب أن تتباع لي خمس دولتين اللي اتنين انت لو حاجة منهم وعت لو قلت Alliance 기�ogy Rex او خمس دولتين فباقما حاجة لهمmilệuımız لut ايض أو الف leadership ين يعم рублей اللي اتنين عليهم سيأخذ السلام عليكم سواء لكم؟ سواء لكم أنا عائف؟ طبعا؟ أنا تمام على ذلك طبعا؟ طبعا؟ أظن أنت هناك سعيد لكم سوف تظهر لك المعادلة ثم ؟ أو كبر سواء؟ لو أحد أريد أن يقرب في أماكن هنا احنا ممكن نقض مع بعض ايه. وصلت كاشة باب ولا ايه? انتي انتي كاشة فاود للسه. مش. هو كان فيه هنا حاجة اربعة. ايوة كده. كده شايفها كده كويس? شوفها كده ايو. اه كويس كويس. دي بتجيب لك المعادلة المكتوبة. دي بتجيب لك المعادلة المكتوبة ايه? انا حتى كده ادتلكم المعادلة جنبية واكتب له ايه هنا كمان المعادلة جنبية في معادلة صحة جماعة في معادلة في الاكسل اسمها all terms. دي بتجيب لك المعادلة المكتوبة ايه اوه والدي. انها انتم تبقل على الزر تلك المعادلة. انت جدliche المعادلة. بدل ما انت تقعد تدوس double click. وضع كاشو طب فيه حد لو مشام حاجة يقول لي يعني يلا نكمل علي بعديها يلا اور بقى اور جوه اف تمام احنا لسا عاملين انت يبقى اور بقى كان بيها صح سلام عليكم اف اف اور اي اور هو احنا صحنا مبسطش على الوزيكل قال لك ايه لو النيو كلاينت تلاتين او ريتنج خمسين او خمسة امى تجاب تلاتين عميلا او خد خمسة فارج اعتقد ان يحب تبحث قبل اوبر الجزء تuğcreRes لو انت真نون بي 30 عميلا او لو عينك emm او او لأيض هات divide من عملاء five stars انست tree اعنم نميoli اكبر من 5 او 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 ده اكبر من خمسة هو قال لي أكبر من أو يسعي؟ ثلاثين ثلاثين احنا قلنا ثلاثين صح إلا أكبر دي أصلا متعود على أكبر دي أنا متأسف أنا سخنتي شوية كده شوية كده كده نعمل كي ونعمل الكوس قلتوا لو دي أكبر من ثلاثين لو دي بتسوي ثلاثين خليها أكبر خليها أكبر أكبر من أو يسعي صح 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 تعمل كده يبقى دي الشرط يا شباب دي الشرط اللي هو أكبر من ثلاثين أو أخذ خمسة ده أو ده عشان ياخد كمشي هنكتب له إيه؟ هنكتب له بونس صح هنكتب له بونس بونس طب لو لا لو متحققش يبقى نقول له إيه؟ نو بونس مثلا؟ نو 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 ونقفل الكوس دوس انتر قال لي ده هياخد بونس الرجل هياخد بونس طب ننزل ننزل تحت كاة شوية طب قال لي ده نو ليه؟ ده أكبر لا ولا أكبر ولا خمسة طب ده ده جايب؟ ده ولا ده برضه؟ فتحت كاة شعب أنا انشارت في هنا خمسة أو خمسة أو طيب كده وصل الكاش باب كده كويسين؟ او مرش 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 انا مش عطا حد نتحقق في بقى ياخد باطن دهور؟ وصل الكاش باب وصل الكاش باب ونعملها لكي كده لكي تبدو تشوفها فورميلا فورميلا تكست انتر فورميلا احطيك المعادلة جنبية عشان كل حاجة تبقى جنبية المعادلة بتاعتي وصل الكاش باب خد روحتكو كده أنا معاجم كده تمام كاش باب كده كويسين؟ تمام نريد الى بعدين اف كومبليكس الكمبليكس دي حاجة كده حلوة بصرا جماعة اسمها اف دوال اف المركبة المتضحل او اف المركبة انا قصلي بجيبلكم هذه الحاجات التي باجبها لكم علشان لما تدوره حتى على اليوتيوب تبقوا تعلمون ان تدوره على اسم ايه يعني ماتبقاش ان انتم اف بباليها كذا اف لو انتم تدوره بالانجليش اسمها نست اللي هو نست اللي هو عش جوع أو F المتدخلة أو F المتدخلة أو F المتدخلة أو المركبة أي أن كانت الأسامي كلها من الآخر ستبقى F المفروض كذا F في بعض تعال نعرف مثلا كذا F بعضي كما؟ في الشركات هذه الأشياء تشتغل أكثر لأنك لا تشتغل على أند وقور بس تشتغل على 6,000 كوندشان يقول لكم أننا عندنا الإمبيرويه اسمه ومونة وكريم ومعرفش أيه بالمناسبة الجزء الذي كنت أجابه من شجي بديه والسيناري بتاعهم قد كده يقول لك إيه السيناريو تعال نمسح ديه كده شوية يقول لك يقول لك نصنفه 5,000 يبقى كده هاي 3,000 4,999 لو أقل من كده يبقى أقل من 3,000 يبقى لو موضوع كبير يوسع نوسع الكلام كده شوية عشان الكتابة تبقى نقولنا ف يبقى فيها 3 حاجات وإذا كانت تحقق وإذا كانت تحقق وإذا كانت تحقق نبتدأ الأول بما نبتدأ الأول الذي قلمت 3,000 الذي قلمت 3,000 ما هو لو ف لو نكبر الكلام كده يبقى أكثر كده الكتابة كده واضحة كده نكبرها كده 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 هذا الجزء نقوله الذي قاله من 3,000 يبقى من 3,000 إلى 4,999 يبقى ميديم فوق 5,000 يبقى بسم الله ف يساوي ف نقوله هل 5,500 أقل من 3,000 فكرة هناك صح كده حتى ثم قومة لها الشرط لها تحقق لو قاله من 3,000 فعلا نقوله لا لو ما تحققش بالضبط خشي بالتانية طب كما طب لو ما تحققش يبقى نقاط له اف تانية اف خلاص كده طب احنا قلنا له ايه لو اف اصغر من تلات تلافي يبقى اذا لو طب لو لا يفتح له اف تانية تمام موضع عشان كونديشن احنا عندنا ثلاثة كونديشن احنا سواء نجيب دي كاشواء بصوا يا جماعة او ما فيش بتوين جوه الاف فيش نكتب كلمة بتوين بزبط بزبط احنا سوقول له ايه اللا قل من تلات تلافي يبقى معنى يعني الجزء اتصبح فوق ال Live 3000 متوهرة يقول له ايه اللا قل من 3000 يبقى معنى enfrent 3000 متوهرة يبقى له الميديم tinggal интерpal اخرer القصر قدا لكم او انordu؟ السلام عليكم السلام عليكم نعم فيش بتوين فيش كلمة بتوين سوف قد من سواء نقل من 3000 متوهرة يبقى معانا من فوق الثلاث تلاف يبقى الشرط العديد من فوق الثلاث تلاف يقول له يبقى لو هذا أقل من خمس تلاف إذن ميديم يبقى كده نحن ما بين الثلاث تلاف والخمس تلاف صح أو غلط أو أي سلام عليكم تبقوا كويسين؟ تبقوا معي؟ معي صحيح إحنا قلنا له الذي أقل من الثلاث تلاف إذن لو وعندما قلنا له الذي أقل من خمس تلاف يبقى من الثلاث تلاف إلى خمس تلاف يبقى كده ميديم ميديم كوتيشين طب لو لا لا يبقى هاي عشان موقع خطي حدينها ترشبه خمس تلاف لا لا طبعا مناسب تكتبين مش كده لا تنظر لو كان لديه أكتر من كينديشن طبعا بصوا شباب هاي حرا لك أنت خطية إيكا يا انت خطي أنت حتى بصعبوا خطي أنت خطية إيكا بصوا شباب بصوا شباب تبقوا بصوا شباب إحنا فضلو إعني أقلوا هاي يبقى كده إحنا أتكلم الثلاث تلاف كده يبقى كده إحنا شرط المقاديم من فوق الثلاث تلاف صح نحن فكده إحنا معنا الجزء بتاع التلاث تلاف اهو. فبنقوله اللي اقلم من خمس تلاف. لو من التلاث تلاف من خمس تلاف. اذا ميديم. طب لو لقها في اللي جاية هتبقى هاي. طب تعقوا احنا هنعملها ونشوف برحب. اذا هاي. عكس الشرطين. عكس الشرطين ازاي? هو الاخير عكس الشرطين. مش فاهم يعني عكس الشرطين. يعني لو هو اعلم التلاث. ايو ايو ايو. بصوا. هنقفل كده. بصوا بقى عشان تفهموا الحتة دي. في كده. في كده كده كوسين مفتوحين. خدت بالكم. في كوس لونه احمر اهو. وفي كوس لونه اللي هو غامل. لما يجي نعمل كده. نقفل كده. كده اقفل اول معي اول كوس. بعد كده ده تاني كوس. بعد كده ندس انتر. تعال بقى نشوف بقى الرقم ده بقى صحة ولا غلط. اللي احنا نتحكي ده. ندس دبل كليك. عشان ما تبقى تعرفها. دبل كليك. تعالوا نشوف ايه الارقام دي. الارقام دي صحة. خمسة خمسمية. اربعة ونص ما بين التلاتة والخمسة. تعالوا كان صغر الكلام كده شوي. ما بين التلاتة والاربعة تسعمية وتسعة وتسعين كده ميديم. ما بين التلاتة والخمسة كده ميديم. طب. 1900 أقل من ال 3000 يبقى لو تعالوا كلا نسغر كون نتجه في السيناريو قالك اللي فوق الخمسة تلاته ده ايديم اللي من الثلاثة لخمسة ده میديم اللي قال من الثلاثة ده لو تعال كده نبص كده دي كده 5500 ده كده فوق الخمسة تلاته يبقى كده هاي اربعة ونص دي ما بين الثلاثة والخمسة يبقى كده میديم 1900 يبقى كده لو وصل الكاشو حلو نأخذ بريك عشر دايب بعض نقر نعمل كده دي نعمل لها كده المشترة نعمل كده بس هو بيقول مثلا احنا عايزين انا هكفر كده الكلام كشف يقول احنا عايزين محمد لما اكتب هنا مثلا وليكن مثلا احمد يظهر لي هنا رقم زي التسلسل محمد أربع يعني كل ما يكتب رقم كل ما يظهر له صدق تسلسل اللي هو ده لا لا هو عايز يعمله اي دي مثلا مثلا ألف وواحد ألف واثنين ألف وثلاثة بصوا شباب تاني كده لا انا ما ادرس شباب بار بي اي هنا تقوللي كانت تقوللي لا مش عارف مش عارف طب وضحي لي اكتر على الله بصوا لحياتي يا شبابي احنا قلنا ان الدبل كوتيشن دي مخصصة للكتابة يعني لما تكتب اي حاجة تعمل دبل كود صح كده يعني مثلا ما تيجي تقول له مثلا اف لو دي مثلا بتساوي مثلا عمر مثلا يبقى ياس لو لا يبقى نو صح كده ونو سألته فقال لي ان دي مفياش عمر يعني لو كربت حاجة اكتبها عمر يبقى ياس الفكرة بقى طب لو انا قلت له بقى لو دي بقى بتساوي دبل كوتيشن يعني الحركة دي فاضية كويس كويس فبقول له ايه لو دي فاضية اذا خليها لي فاضية عميش بازر بخليه لي فاضية يبقى لو الخلية دي فاضية اذا خليها لي فاضية ما انا بقول له الشرط ده ليده فاضي خليها لي فاضي اذا ما ايه طب لو لا اقول له دي زائد واحد سلام عليكم سلام عليكم تعالى من اول تاني هنا واحد او نكتب واحد انا نكتب واحد انا تعالى نكبر الكلام كده شو عشان يصغر اكتر اقول له ايه بنزل بنزل الخليقة اللي بعديها على طول بقول له ايه اف لو الخلية دي بتساوي بتساوي فاضية اذا خليها لي فاضية لو دي لو الشرط ده لو الخلية دي فاضية خليها لي فاضية اجمع لي ده زائد واحد يبقى اللي فوق زائد واحد وهكذا ندوس انتر دوس اوكي كده احنا لسه زي ما هو احنا مفيش اي حاجة ونسحب المعادلة كده لتحت كده شوية برضو هي فيه هنا معادلة لو تلاحظوا هنا فيه معادلة بس فاضية فيش حاجة فاضية فيه اللي هيحصل دلوقتي لما اكتب اسمك حسين لما اكتب حسين سيف انا مش سامع سامع سامعني موضوع صعب ايه برضو مسامع ايه ده لا انا مفروض اكتب ايه لا 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 انا 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 لا لا صراحة لو دي فضية اذا نخليها فضية طب لو لا يبقى نعمل واحدة تانية معلش معلش حشان بس اطلق بطة اطلق بطة اطلق بطة اناسة لو دي يبقى نعمل هنا لو دي بدو ساوي فضية اذا فضية طب لو لا بطة اطلق بطة اطلق بطة اطلق بطة اطلق حر将ب بطا شخص انا بس كنت بحاول بس اللي انا اجمعها انا حاسين ان كله ضرف بقض ده السيناريو التاني ده السيناريو ده كويس قوي ده بقى حوارة ايه ان هو بس هتبقى المراتي هتكون عن بيقولك السيناريو بيقولك ايه لو الف او عشر تلاف يبقى طوب بيرفورمر احنا عندنا هنا ده السيلز بيرسون وده السيلز بتاعته وهنا ده البرفورمانس بتاعته هو بيقولك السيناريو هيه. يقولك ان لو اعلى من عشر تلاف اذا لاو بين السبع تلاف و العشرة也 يبقى وما بين الاربعة تلاف والسابعة تلاف يبقى افريتج بيرفورمر لو لما بين الاربعة تلاف يبقى انا ما حد لكه ان نعمل ما نографو وهو Top Performer, Good Performer, Average و Needs Improvement هذا هو For Condition فهنعمل ايه؟ بيقولك ايه من الاول؟ احنا اولا نبتدي بالاصغر يعني اللي اقل من 4000 يبقى ايه؟ Needs Improvement اللي هو هذا اللي اقل من 4000 يبقى Needs Improvement تعالى كده ونقوله ايه؟ F لو هذا الرقم اقل من 4000 اذا Needs Improvement لكن فاكرين احوار الخلايا اللي احنا كنا بنعملها كاتشي اللي احنا كنا بنعملها فممكن بقى نيجي هنا مش هنا عايزين Needs Improvement فنيجي هنا ونقف كده عليها ونضوز F4 فاكرين الجملة دي قلنا نثبتها مهما تطلع وتنزل هي ثبتها طب لو لا يبقى نخش على F تانية فيه حد مش فاهم اكيد فيه حد مش فاهم تعالى مش احنا دلوقتي مش احنا ليه؟ فيه حد بيكلم هنا اه F4 تعمل ايه؟ بتثبت الخلية اللي هي مهما تطلع وتنزل الخلية دي سابتة معك بصوا شباب نحن نتعلم تتعلم كده تبقى على الجنب كده يعني نخلها هنا كده لكي ترى يعني كتابة كده كده وصل كده احنا قلنا ايه؟ 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 لو الـ total sales دي اقل من 4000 اذا نيتز امبروغمت فبدل ما اكتب نيتز امبروغمت فباجع الخلية اللي هي فيها نيتز امبروغمت ستدوس عليها كليك عادي بس بعد ذلك ندوس عليها F4 بالضباب ما تطلعش وتنزل معي خلاتي بأسابتة معي وصل كده يا حبي لماذا؟ F4 اعمل shift قبل الـ H2 اعمل shift قبليها shift $ sign وبعد كده قبل الرقم اعمل shift sign اعمل shift $ sign يعني قبل الـ H هتلاقي يعني انت ومش عندك F4 شغالة هتلاقي هتلاقي احنا قلنا ايه؟ اللي قال من 4000 خلاص كده بعد كده ايه؟ طب لو شرط متحقق يبقى ايه؟ F تانية لو الرقم ده اقل بقى من كم؟ احنا قلنا ايه يا جماعة اللي قال من 4000 يبقى كده يبقى احنا كده معنا اللي فوق الـ 4000 صح كده؟ معي ولا ايه؟ يبقى احنا كده هو الشرط اللي احنا الـ 4000 لو اتحقق خلاص طب لو الشرط ابقى متحققش اللي هو اللي فوق الـ 4000 هنعمل ايه؟ يبقى اللي قال من كم؟ صح قال من 7000 يبقى اذا لو دي اقل من اللي هو كان بقى اللي هو اللي هو شباب تفاهمين يا شباب ولا ايه؟ نعم وادوس F بالضبط بعد كده كم؟ بصوا لو تلاحظوا احنا ماشيين طبعا السياق ده لو كده لو دي كده يبقى تدوس كم؟ لو كم؟ احنا كده فتحنا يعني لو الشرط متحققش طب لو الشرط متحققش نعمل ايه؟ F تانية يبقى اقل من 10 تلاف يبقى لو السيلز دي اقل من 10 و 21 تلاف اذا هيبقى ايه؟ هيبقى جود برفورمال هندوس عليها كده وبعد كده ندوس F4 فكده ثبتنا الخلاقين كم؟ طب لو فوق بقى ال 10 تلاف؟ بدل ما نوض نكتب يبقى ايه؟ هتبقى طوب برفورمال عدول يبقى نيجان طوب برفورمال وندوس F4 بصوا يا شباب اللقطة دي بصوا اللقطة دي احنا كده فتحين كم كوز؟ واحد اثنين تلاتة كده احنا فتحين واحد اثنين تلاتة صح؟ ركزوا على اللوندن ركزوا على الحتة دي كده ركزوا انا مش عقود عد تلاتة ولا اربعة ركزوا انها عملين انا عقود اشفت واقود اقفل بصوا ركزوا على الحتة دي خلت بالك من اللقطة دي؟ عمل زي فلاش وراجع تعنا اعمل اتين يعني اصلي افرد انت مسلا عاملين اكتر من ست سبع ما انت مش تقعد تعدي بقى كل الاكواس صح؟ ولا سلام عليكم سلام عليكم صح؟ طيب هنيجي هنا هي تدوس وتقعد تدوس انا بس هل هو هنعمل كده اهو كده 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 لحد ما تلاقي البتاع دي لونت معك كاني اهي اهي سانية اهو نفل كده دي كده شوية اهو بعد كده اهي فات بلكم اللقطة دي؟ اهي تعال اعملها تاني اهي فات بلكم اهي لحد ما تلاقي دي لونت معك وجده ليه عملت زي دون؟ ما انت مش تقعدوا تعدوا الوكواس؟ دي كويسة كلنا الحمد لله الحمد لله حاوة اه 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 هتلاقي اه اه كده صارت عملت زي ايه؟ هايلايت هايلايت كده هايلايت ايه انا مش هراء الحد من السواء بس كده كده انا بقى هتامشي كده الحد مش بهازر ما انت ايفرد انت فاتح اكتر من سمع ثمان اه افس مش بهازر والله فانت طالب فانت طالب تعمل تهي انت بص على دي لها ما تركزت مع الحاجة دي تقعد تعمل اه لحد ما دي تلون معاك ما انت فاتح اكتر من كوس فانت مش عارف ما انت مش تقعد تتابع كل نعم بزا انت تقعد تبص بالاخر على الكوس للسود اول ما يلون معاك كان انت خلاص قفلت الركواسة مش محتاج انك تقعد تتابع انت تتابع فاتح كان براكت كان براكت كان براكت لأ انت تعمل شفت كلوز لحد ما دي تكفل معاك وصل كيا شباب ندوس انتر مواقف مواقف احنا قلنا ايه تعال نفتاختين بصوا شباب بصوا شباب احنا قلنا ايه اللي قلبنا اربع تلاف اذا اللي هو ايه الجزء ده اللي هو اللي هي بس احنا مثبتين ايه طب كده يبقى احنا كده معانا فوق الاربع تلاف يعني دي اقل من اربع تلاف كده احنا معانا فوق الاربع فلما قلنا له اقل من السبعة يبقى كده ما بين الاربع والسبعة السلام عليكم بصوا شباب تاني احنا قلنا ايه تعال نزكية تحت شباب احنا قلنا ايه هنا اللي قلب من اربع صح كده؟ طب خلاص طب لو الشرقة تتحققها خلاص طب اللي ما بين الاربع والسبعة ابرج قلت له قلت له اللي ما بين احنا قلنا ان اقل من الاربع يبقى كده ده نزكروب يبقى كده فوق الاربع احنا قلنا ايه؟ لو الشرط اقل ان اربع قالك كده الرجل ده محتاج محتاج تعديل يبقى اللي بعدها يبقى ايه؟ يبقى فوق الاربع محتاج تعديل طب لو فوق الاربع سبعة تلاف جنيه من الاربع تلاف يبقى الراجل لا ايه؟ محتاج تعديل طب لو فوق الاربع تلاف تمام؟ طب لو اصدر من سبعة كان كده انه كده طب لو اصدر من سبعة تلاف لو اصدر من سبعة تلاف طب ما بتحطر ما بين الاربع والسبعة انا بقى لكم يعني دي او دي. اللي انا اsuppار ya عليه ايه? اللي هي جزء ده كده. اللي قال من اربعة تلاف يبقى الراجل ده محتاج. لو ده الشرط? اللي قال من اربعة تلاف? يبقى دي لو شرط اتحقق. طب لو الشرط ما تحققش. نقول له يبقى من السبعة تلاف. اللي كان من السبعة والاتبعة. انتم فاهمين? انتم فاهمين يا جماعة? اكيد ناسةこش عمي، اكيد بعد ذلك يمكنك عمي. كله فاهم؟ طمام? طمام. قدوس power. اهي دوس هنا كده وتلاقي هنا كده فيه علامة زاق ده اهي بص كده دوس كده على المعادلة هين هتلاقي فيه علامة زاق ده او بلاس زهر ده خدت بالي دوس دوس دوبالكليك عليها تلاقي نزل طب تعالوا نتأكد كده من اللقطة اللي احنا قلناها دي كده تعال نخلي 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 الجزء ده كده نخليه هنا كده عشان نبقى شايفين احنا بنتكلم فيه بصوا شبابي بالقطة دي ده كده اتناشر اتناشر ده اللي هو ايه فوق العشرة يبقى كده ده ده تسعة ونص يبقى تسعة ونص يبقى ما بين السبعة والتعاشرة يبقى كده ده افريج ده ست تلاب مبين الاربعة والستة بقى ده افريج طب ده تلاتة ده تلاتة هذا اكثر من الاربعة يبقى انا كان الاربعة هذا معنا لسنينة صحى وصل الكاشر فبكى ماعندش مشكلة انا بقولك مابيش مشكلة انا بقولك ده وده ما فيه من فوق يعني انتي تبتدي من اعلى حاجة وتبتدي او من أقل حاجة وطويلت لايذ بس انا بحب بقى تصعرها اللي هي التصعر دي دي بالنسبة لتوقع افضل حين نخش بقى نخش على بعد يام احنا كده قلنا افات افس معادلة افس افس يا جماعة اللي هي اكتر من شرط افس اي اف اس لو كتبت يساوي او كتبت ايف اس هتظهر لك المعادلة اللي حد لو حد يعرف في البور بي اي في حاجة اسمها معادلة اسمها سويتش هي هي نفسه كلمة سويتش في البور بي اي افس هي هي Cy quem بتساوي كلمة سويتش في البور بي اي افس افسدي تظامها ايه اه اه اللي هو ايه لو Loicicacara look atkaz examined كل可 بس ما فيش بقى شرط التاله احنا بنقول له ايه? احنا بنقوله ايه لو لقيت... ده اسمه احمد ادي له 10 تلاك جنيه لو لقيت اسم محمد ادي له 200.000 جنيه وهكذا لكن ما بنقولهشي لو لئيت كذا اقяни كذا طب لو ملقيتش ما تعملش هي FCD ووظيفتها السلام عليكم نعم لا هي وظيفتها الوحيدة ان انت بتعمل لو لديت الكاهرة ادي لها مثلا 10% لو لديت معرفش ايه لو ملاقيتش هيطلع لك ايه دي اختصار من F الكتير دي احسن من F الكتير ايه لو فيه شرط FCD معموله اكثر من شروب كتير يعني لاكثر من شروب كتير احسن وحسن انا قعدنا في المعادلة دي اقلتوا في حدث المعادلة المعادلة دي هال 1 2 3 рез 3 cd لو فيها حوالي 6 او 7 فانت ممكن تختار F وانت اقول ان الدنيا تختار معاوب حاجات سهلة بالضبط. ما اقول لك دلوقتي ما احنا نشوف الاوبشن هو. بصوا شبابة بنقول الاوبشن دل هو ايه. يقول لك عنا عندنا دلوقتي البراند وعندنا الديسكاونت. طب يقول لك ايه. البراند الديسكاونت دل هو ايه. سامسونج بدي خمسة في المية وهكذا. يقول لك لو لقيت البراند ده قمتلك تدي له الدسكاونت اللي قمتلك ده. تعال نشوف اللي يجب. من ساوي فس نقوله لوجيكال تست مفيش فوس قلنا فس دول الشرط ولو الشرط تحقق ولو الشرط تحقق لم يكن الشرط تحقق حتى هي مكتوبة حتى مكتوبة فس لوجيكال تست مفيش فوس ما فاشت لو ما تحققش. معين? ايه جزء اللي تحت ده? يبقى افسي دي مش موجود عندك. يبقى المعادلة دي مش موجود عندك يا ساسي. افسي دي يا جماعة من اول الفين وتسعتاشر وحلوطة واحد وعشرين. مش موجود عندهم. يعني في ناس مش تلاقي عندهم. بس بنقول له ايه? بنقول له لو دي بتساوي كلمة ابل او او سامسونج جبا نبتدي من سامسونج ايه? صح اذا اطي له كم؟ خمسة في المائة. بالضبط صح? كويس قوي يعني كويس? طب لو دي بتساوي او او كلمة ابل اذا اذا كمسة في المائة برضه صح? ولا خلي ابل دي نخليها اربعة اتلاتة في المائة نخليها ثلاثة في المائة خلاص طب لو دي ولو تساوي خليها الحد هنا كده خليها الحد هنا لو دي بتسوي كلمة سامسونج اتدها خمسة فلمئة لو دي بتسوي كلمة قبل اتدهاdanك خمسة فلمئة برضا ن nouveه وتذكر معادلة اسمها إس مش د Hamburg 21 في 24 لازالة انا بسجرينك عن فكتوليلي عشان اخليها بصوا انا قلت له ايه لو لقيت اي تو بتسوي سامسونج اذا 5% لو وجدت ايه تو برضه تساوي ابل تبقى ابل تبقى 3 فالمية عشان تبقى فيه فرع ايه 3 فالمية ايه فاكاة ابل بقى 3 فالمية وسامسونج بقى 5 فالمية والن ايه ده كله ايه مش لقيمة فنعمل ايه كله ايه حاجة تيجي بعد كده نخليها الاثر دي نده 2 فالمية هنيجي هنا كده ونيجي الوجيكال تست قوله true true اكتب true كلمة true طب اي حاجة ايه اي حاجة غير الاثنين دولة كده true اكتبهم اثنين فالمية وندس كده enter ونقول الو نسحب كده الفوق وندس double فكده عمل ايه بصوا شباب انا قلت له لو دي قبل احنا قلنا طبعا قبل هتبقى 3 فالمية ايه لو سامسونج هتبقى 5 فالمية لو قبل هتبقى 3 فالمية اي حاجة تانية هتبقى 2 فالمية طب انا وريها لكم ايه معادلة هين بقوله ايه لو ايه بتساوي سامسونج اذا 5 فالمية ولو ايه تو بتساوي قبل اذا 3 فالمية الشرط اللي بعديها او اللي هو اللوجيكة التساوي بتكتبوا true اي حاجة تيلي بعد كده تبقى 2 فالمية حتى اي حاجة ايه شاومي وان بلس اوب هتلاقيها بقيت 2 فالمية ايه بسمها في افسي. نعم. بالضبط اكس لي. بالضبط. بالضبط. هي دي ما ينفعش. في افسي بالضبط ما ينفعش. خلاص كاشوة? اي حاجة غيرها اعمل بكل ما. وصل بتوقفي عليها وتدوس على الحرب على دي. على دي. اللي هي دي. علامة كده البرسنتج. لا انا بوريكي دي ودي. انت ممكن تعمليها بف على فكرة. اه ممكن تعمليها بردو وف دي بردو. يعني مسلا تقول له ايه? بس افسي دي مش بتيجي مع الكريتيريا او اللي هي الكي باي اللي هي مسلا انت بتقول ايه? ما بين عشرة و خمستاشة انا اين كزا. لان هي بتبقى مفصل عن بعض. افسي بيبقى كل حاجة مفصل عن التانية. ما فيش حاجة ربطة ببعض. معايا يا شباب? اف مترابطين. يعني تقول له ايه? لو قال له من 3000 اذا. لو ما بين السبعة والتلاتة يبقى محتاج يبقى جود. يبقى جود برفورمان. لو ما بين السبعة هي اف اف يا جماعة متصلة ببعض. اما افس هي كل شرط متصل بنافسه. كل شرط بنفسه. ايوان? ايوان بالزبط. افس دي ده ايه? كل شرط منفصل بالتانية. ما فيش حاجة مترابطة ببعض. يعني اف احنا دخلنا كزا اف في بعض. صح يا بلد. مش يعني قلنا لو اقل من 10 تلافي بقى كزا لو اقل من 5000 تلافي بقى كزا هم مترابطين ببعض. اما افس كل واحدة لوحدة يعني افس تلاو الان سامسونج. احنا إيج Learning Samson. اصحنا شي新 وابل. تاني كده? ليه ما بنخطهاش هكومة زي سامسنج وابل كده. ايه لا لا فيه لا فيه بتبقى مقرية في جوه المعادلات. لو جربت انا مسلا معادلة اسمها هتلاقيه 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 زهرة دايه. بتتقري جوه المعادلات. مش روز ان نخطها يعني زي سامسنج وابل كده. لا 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 بتتقري خطير معادلات انك ساتنج هناك ليه سامسن. لاتتقري جوه gern معادلات. ثم انه تعرك معناها انه اي حاجه ثانيا اي حاجه تانيا بزرار go effs او. ماشي ماشي ما سمعتش. طب تخليها وهنرجع لها تاني عشان في ايوة ايوة يعني بدل سامسونج اروح جاي هنا سامسونج كده اهي اشيلها وارح حاطة سامسونج ودوس 04 وجينا عند ابل اروح شايلها كده واكتب ودوس اه فين ابل اهي ادوس 04 سماعت كمان يا ستي الخمسة في المية اهي نشيلها نخليها خمسة في المية والتلاتة في المية اهي نشيلها ونخليها تلاتة في المية حاضر والاتنين في المية اهو اهي كده انا بس انا معدي انا شافت بطني طعم كده اهو تعالوا بقى نعمل مثلا افس دي مثلا بيقولك اين في ابل وفي بوتيتو وفي استيك وفي كافر فاحنا بنقول له ايه لو لديت ابل اكتب لي ايه فروت لو لقيت بوتيتو اكتب لي ايه بشي لو لقيت استيك اكتب لي ان هي ميت معاش ايه سهلة جدا افس ايه افس بنقول له لو دي بتساوي كلمة ابل ا Idee اذا لو لو لقيت دي As impulse بتيتو اذا يبقى ااه ايه 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 او م обязательно ايه هاجة لو لقيت دي اسمها ستيك ستيك ان ا prey looping يبقى ميت ونسحب كده لتحت قال لي كوفي ممكن بقى نعمل في كوفي نعم كتب ايه? يبقى true. اذا اذر مثلا نكتب له اذر يعني اي حاجة تانية تكتب تبقى اذر. سماعتها ايه? نسحب المعادلة فوق. لو كتبت هنا مثلا ايه فيه له مثلا ازر. تمام كده? وضحت? تمام كده يا شباب? ايه المعادلة هنكتبها لك هنا هنا اسمها formula. عشان تزهر المعادلة هكتب formula fixed. امتر زهرت لك المعادلة. تمام كده يا شباب? اكمل. نكمل. بصوا شباب المعادلة اللي احنا نحكي فيها دي اللي جاية دي. معادلة دي. بصوا انا بجيب لكم انا كل الشيء عايد دي الكلام نفسه. لا موجودة. المعادلة اللي جاية دي موجودة. المعادلة اللي جاية دي لا تخلو من اي شركة وتلاقي ممكن شركة. اي حد عايز يعمل لك اي اجزامة وتكنيكال تست. لازم يعدي عليك المعادلة دي. بي لوكب. معادلة الملايين. معادلة اللي خدت من نراءات بي لوكب دي يا شباب. انا بقول عليها انا. اللي انت بتدور على ابرة فاكم اش. انت دلوقتي ولاكن عندك كامش. انت دلوقتي ولاكن انت عندك مثلا تقول من دبني الحاجات اللي قابلتني. واحدة واحدة كتقالبتي كانت بتقول لي محمد هي شغالة. حاجة اسمها. كنت انت كريات وحاجة زي كده يعني. لها بتعمل حاجات كده تخص الحاجات تبع كرفور ونون وهكذا. والحاجات اللي ببيع منتجات اونلاين. فمن ضمن الحاجات كانت جايبالي حاجة اسمها item ID. وكانت قدامها بتحط الاسم قدامها او الشرح قدامها description بالعربي و description بالانجل. تمام? فكان عندها تابلز بالخمس وبالعشر تلاف منتج. فجيء بعد كده قالوا لها ايه. طب بص يا ستي احنا هنديكي حوالي خمسمائة او سبعمائة منتج. جبلنا بيه جبلنا الاسم بتاعتهم اللي هي العربي والانجليزي. فطبعا لطمت ليبها لان هي هتحوالي سبعمائة منتج هتعملها ازاي. هنا بقى تظهر فكرة الفيلو كاب. الفيلو كاب انت عندك طبعا الاسم ID. الاسم ID مش متكرر. اي حاجة تلاقي حاجة اسمها ID جنبها اعرف انها مش متكرر. فالاسم ID ده الاسم بتاعه مش متكرر. فتقدر تدور بيه في وسط الزحمة اللي انت بتقرر بيه. فهمين قصلي? زي مثلا جمعة مثلا. انت مثلا في الجمعة في عشر تلاف طالب. عشرين الف طالب. فممكن يقولك ايه? انا هتديك جدول مثلا فيهم مين طالب انا عايزك تجيب لي اسمهم? عنوانهم? رقم كليميناتهم? معرفش ايه? اه في وسط العشر تلاف دولار. دماء هنا يسهر ايه فكرة الفيلو كاب. تعمل كاشور? اه بصوا الفيلو كاب حتى ايه? قاعدة في ال اكسل هي واحدة من الادوات الاكسر استخداما في برامج الجداول الالكترونية. تستخدم للبحث عن كيمة معينة في عمود او جدول وارجاع الكيمة. ارجاع الكيمة ده يا جماعة يعني ارجاع حتى تلاقيها في ال English سمع return. اللي هي بتجيب لك النتيجة. اسمال ارجاع دي يعني تجيب النتيجة. مكونات دلت فيه. لوقوب فاليو. لوقوب فاليو ده انت بتدور باية? تفاكرين الكوونتف الكريترية اللوكوب فاليو ده لايه الكريترية. انت بتدور بايه. إنت بتدور بان? إنت بتدور فين؟ لقاعدة التابل الرية من الاخر انت بتدور فين؟ النتيجة التي تريدها هي رقم فأني عمود هل تعرفتها؟ أكيد تعرفتها الرقم أنت تريد النتيجة تكون تقريباً أو تبقى بالضبط مثل true false تفرق معكم شيئاً والفالس تفرق معكم شيئاً 95% في حياتنا أنت تريد النتيجة بالضبط ليس تريد النتيجة تقريباً هذه هي صيغة المعادلة المعادلة تبقى في الفيديوكب تبقى حوالي أربعة حاجات واحد اثنين ثلاثة أربعة اللي هو تعال بسم الله الرحمن الرحيم بيقولك أننا لدينا جدوى له اسمه employee ID واسم واسم employee والجوب تايتل project manager والسالري والسالري والفون فهو شايف الجدوى العبارة عن حوالي ثلاثين ولكن هذا هو رقم بسيط جداً فهو خمس تلاف وعشر تلاف واركام غريبة فهو جايم لك جدوى البسيط بيقولك عندنا حسن محمود خالد عايزين نجيب الجوب تايتل منه من الجدول ده وعايزين نجيب السالري من الجدول ده وعايزين نجيب الفون نمبر من الجدول ده يعني هو مضيك شوية داتا كايز بغيره ويقولك ايه دور لانتبع يعني اختص واطلعت هنا فتعال بنا نشوف هنعملها زي ندوس هنا بيساوي هنا احنا عايزين نجيب التايتل فهنقف في المكان الناس نطلع منه نتيجة او نطلع فيه نتيجة كايشوية هنقف فينا كده وندوس يساوي ونكتب vlookup هنزهر لك هاي عايز تخترق تدوس دوبال كريك عليها او تدوس تابة فظهرت لك المعادلة هاي اول حاجة في ال تعال نتكبر الكامل كايشوية اقلع بيساوي vlookup ونعملها كنترول F4 كده يساوي VLOOKUP أول شيء يظهر لك اللي هي LOOKUP VALUE أنت بتدور بأيه؟ هتقول له ممكن أدور بأم حسن أو حسام حصلي أو الIMBRIWID تحب أن ندور بأيه؟ الID لأن حسام ده فيه منه كثير ولو في حرف تغير الدنيا تغير ندور بأيه الIMBRIWID هندوس عليها كده احنا لسهو حتى لونها أزرع حتى تلاقي بعديه كله دمد كله مخفي لو دوسنا كومة بصوا حتى بعدها كومة لو دوسنا كومة ظهر لنا الTIBLE R انت بتدور فيه؟ ركزوا في الوقت اللي أنه نحن كده ودام انت بتدور بالID يبقى لازم أول حاجة تدور بها في الجدول يبقى الID لازم لأن ما يجيش هنا يبقى لازم نكبر الكلام كده لأن هنا الزوم مش جايد يبقى VLOOKUP يبقى لازم في الجدول هنا يبقى أول كلامك ما ينفعش تبتدي بحسام او بالاسم الانبروين ليه هيطلالك NA ولازم تكون VLOOKUP بتمشي ABCD يعني بتمشي كده ABCD ما بترجعش مثلا EDC يعني بتمشي كده تفاهمين قصد ايه؟ يعني حتى لو انتوا الابين بالعرض اللي هو هناك هتمشي برضو تمشي مع مع ABCD ما بترجعش ABCD سلامان هتمشي ABC عادي لكن مش هترجع EDC مش هترجع كده فكده احنا نبتدين ما تقول ايه؟ نقول من الاول تاني هنقول له احنا بنتدور به المبلوين ID انت بتدور فين؟ اقول له انا بدور من اول هنا كده لحد هناك نفترض نغطي الكله يعني نقف كده على المبلوين ID ونمشي لحد ما نقف لحد اخر الجدول خلاص؟ كده احنا وصلنا ايه كده؟ للجدول الكل بعد كده هنقول له كومة بيقول لي بقى ايه؟ بقى ركز بقى في كولوم في حتة دي كده الجملة للزرمة دي كنترول فول كده قالك هنا اسمها كولوم اندكس نمبر كولوم اندكس نمبر يعني ايه؟ انت عايز اني نتيجة انتوا عايزين نتيجة ايه؟ اقول له لا لا نعيز جوب تايتل ونعايز اعرف التايتل بتاعه ايه؟ صح او غلط؟ لا الكلوم اندكس نمبر تقول له الجوب تايتل ده رقم مكام في العمود ادي واحد ايه ده رقم واحد الانبروي ده رقم اثنين الجوب تايتل رقم مكام ثلاثة يبقى نيجي هنا نكتب ثلاثة ثلاثة بعد كده كومة ركز بها في القطة دي بيقول له انت عايز النتيجة النتيجة يعني ايه؟ لا ثلاثة بتكتئ ثلاثة في النتيجة بيقول له انت عايز النتيجة true or false يعني انت عايز النتيجة approximate هو احنا طبيعتنا احنا بنروح نحية true بس هنا هنمش لحدة false ليه exact احنا عايزين نتيجة بالزبط true دي ليها بعض الكيسس ودي موجودة برضو معين هنيجي هنا false ونجي نختاره ونقفل كده الكوس وندوس ايه؟ قال لك ايه؟ ندوس double click اوه قال لك والله ما شاء الله حسام ده project manager او تعالك اناف كده ادي حسام project manager ومحمود محمود ده فين؟ محمود علي محمود 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 علي هو HR manager طب وكريم كريم software engineer كده احنا ماشيين صح وصل الكيه شواب false اللي احنا بنجيب النتيجة exact حتى بيقول لك false for exact true for approximate احنا بنختار false عشان هي بتجيب نتيجة نعم هتشوف دلوقتي اللي جاية يعني الحاجة الجاية تمام؟ فتعالوا بقى نشوف السللي نختار السللي بقى يلا بينا بقى انتم معايا؟ طب لو عايزين تقربوا اقربوا يعني نعرف فين صح؟ انا مش شايل انا فعلا بسأل اسئلة غير منطقة معايا تعالوا بصوا نعمل VLOOKUP تاني على السللي ركزوا معايا بقى هنعمل اول حاجة تقول ايه؟ نعمل كده بيساوي تمام؟ تمام سهلا جدا انت بتدور بايه؟ هنقول له انا لسه بردو ندور بLibble ID صح كده؟ نعم بعد كده ايه؟ كمه ايه؟ كمه بعدين؟ صح؟ صح؟ ايه ايه نفس الوجب اصلا بسهل بالضبط كمه بالضبط كده هنجي هنا بالضبط نعم؟ بالضبط هنجي هنا نعلم على الـ table كله تمام؟ تمام كده شباب؟ بعد كده هيقول لي ايه هنا؟ بصوا كده لما اجيه يروح كده احنا كده لسه في الـ table كله لما اجيه كمه احنا كده نقلني على العمود اللي بعديه قال لي انت عايز اني نتيجة من 4 تعال نشوف احنا الاول هؤدى واحد اثنين ثلاثة اربعة يبقى احنا عايزين نستثلى الرقم 4 يبقى نكتب ايه؟ في الـ column index number رقم 4 وصلت كده شباب بعد كده كمه يقول لي انت عايز نتيجة true or false false من الاخر اضع 0 اضع 0 و اضع enter فالس دين الاخر 0 يعني هي بتترجم لـ 0 true واحد وصلت كده شباب ما احنا لسه ساني وانا فيه مثال انا عامله للـ true ما احنا لسه فيه تاني احنا لسه هنعيد تاني كتير ندوس double click اهو كده احنا جبنا ايه؟ السالري بتاعه تعال على اللي بعدين افضل نعم لو دورت في اي حاجة غير الـ employee ID ودورت في اي حاجة تانية لو انا مش معي الـ employee ID مثلا هعمل ايه بقى؟ ما هو لازم يبقى نفس الاسم هو هو يعني لو الاسم مختلف بحرف واحد مش تعرف تقراه ما ممكن السالري بسه السالري ما وفيه اكتر من السالري فيه واحد بياخد نفس مرتبك هتجبها ازاي؟ يبقى النتيجة هتطلع مش مظبوطة صح؟ فلازم يبقى حاجة واحدة حاجة يونيك حاجة يونيك حاجة برايمري حاجة كده مش موجود زيها رقم بطاقة، رقم تليفون، ID نمبر، رقم موظف لازم ما فيه حاجة يونيك بتميزك عن البايم وصلت كده؟ وصلت نكمل بصوا شبابا بصوا اللقطة اللي جاية بتعملون كده شباب؟ تعال بقى نجيب الفون نمبر هنقول equal بتساوي دي لوك أب ويقول لك انت بتلوك أب فاليو بتلوك أب ايه؟ اقول لنا بلوك أب طب تعالوا كده اصاركوا سؤال لو السؤال كان من جميلنا هنا بيقول لنا ايه؟ طب لو انا بدور بالاسم او نفترض ان الاسم بتاعه محمد تحسين وفيه محمد تحسين تاني النتيجة تيجي انهي واحدة مين لقى لونا؟ اول عدو يعني مثل محمد تحسين وبعد كم رو كده محمد تحسين تاني هيجيب اول نتيجة طبعا كده شباب؟ لو فيه حسام محمود وفيه حسام محمود تحتيه هيجيب اول واحد فعشان كده احنا بندور بالايد الايد ده لا خلاف عليه طبعا كده؟ وصلت كده طبعا كده هنجي نعمل انت بتدور بيه اقول له بالايد بعد كده كمه انت بتدور فين؟ هقول له انا بروح ادور على من اول من اول اصل بصوا كده لو تلاحظوا بصوا انا بصبت كده شايفين هنا؟ شايفين الرقم ده؟ شايفين اللي انا من كل ما اتحركت شايفين الرقم ده؟ جاب لي ثلاثة هون اربعة خمسة فاتت بالكم؟ هو بيقول لي يعني بدل ما انا ادور وهو ده اعد هو بيعد معي او ده سري فور بعد كده احنا عايزين النامبر احنا عايزين اصل الفون نمبر فقال لي احنا كده من غير ما نقول احنا عرفنا الرقم دي فهمين؟ لان انت لو انت بتعد في 30 كولوم انت كده هتشل كده 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 كمى بعد كده كمى زيرو نقفل الكوز ندس انتر كده خلصا دخلوا شباب احنا قعدنا عملنا في المعادلة دي اربع معادلات اللي هي دي هدي واحد احنا عملنا كان معادلة تلاتة ثلاث معادلات هدي واحد اثنين ثلاث عملنا تلات معادلات صح كده؟ دي عشان نجيبها في دي يعني انا وليكم مدى قوتها بتوصل لا الشمار نظروا عملنا تلات معادلات في ثلاثة كلوم صح صح بصوا ان هازم لذا ونشرحوا لكم انا هعمل كده بيساوي مددون وهدور بالابلوي اي دي واقول له انا بدور بالابلوي اي دي هنا الان ما تكتبش ورايا لا تهرب كده هذه معلنا عن تلاتة دولة انتر قبل التلاتة دولة تخالوا احنا عملنا بمعادلة واحدة جبلة 3 كولومز خذت بالك من لقطة دي؟ انا لازم عايدها خذت بالك من لقطة دي احنا في التايتل هنا تعال انسفر دي كده شوية احنا في اللقطة دي احنا اتشلينا احنا كذبنا هنا احنا نفسنا تقوير في البيتوكب انا كذبنا في البيتوكب هنا وفي البيتوكب حالس من هنا احنا نفسنا احنا كذبنا في البيتوكب هنا احنا كذبنا في البيتوكب هنا وفي البيتوكب هنا هنا بمعادلة واحدة بس جابت التلاتة كلهم واول ما نزلت راح مطوع سلام عليكم تعال كاشة تعالوا نشوف بقى هنا بصوا يا شباب الХ وLOOKUP من اسهل دي بقى فاكرين ديناميك الرانجز اللي احنا اتكلمنا فيها ديناميك الحاجات اللي بتبقى في 2020 او 2019 او انت ممكن ما تلاقاش عندك انت كامل اكسل عندك 2020؟ تمام ما تلاقها عندك سلام عليك سلام عليك سلام عليك بزبط بص شباب دي حلويتها ان انت بتعرف تجيب الديناميك رانجز بص ركزوا بالابر يقول لوكاب فالي انت بتدور بايه اولو انت بتدور بالمبرو اي دي اول ما تلاقي كلمة لوكاب الري اعرف ان ديناميك حاجة كده بتشتغل واحدة انت بتدور فين؟ اقول له من الاخر انا بدور هنا لوكاب الري اقول له انا بدور في العمود بتاع الامبلو اي دي خلاص كده كمد الريتيرن الري بقى الري دي اعرف ان هو جيش بس كده بس بس كده بس بيقول لي بقى ايه؟ الريتيرن الري انت عايز تدور انت عايز تجيب ايه؟ اقول له انا عايز من اول جوب تايتل لحد هنا التلاتة دولار خلاص؟ وصل الكاشة باب ودوس انتر جملة او المبرو هاتى لو تلاحظو مزرق انا بالنسبة للفي لوكاب والاكس لوكاب انك ممكن ان يكون السجد. السجد تباوي الكس لوكاب. ايوان تمام. الفي لوكاب في اغلبية الاكسالات الموجودة في العالم. الاكس لوكاب مش موجودة غير من اول انه الشيء انت طالب. ده نواريك الشيء الاغرب بقى. لا نحن اقولنا ان المعد ممكن نجعله ان المعد تمشي شمالا بصوا احنا هنا عملوين في لوكاب بصوا لما اخدت المعد قده قط وعملها هنا كده قال لي هنا ايه خدتوا بالكم ليه ايه؟ لان المعد مستقبل ايجا نقوم بمشي كده قال لي ان المعد مستقبل ايجا انت مسحتها لن ايجا وجودة بالضبط، ركزوا بقى في ال-X-LOOKUP ال-X-LOOKUP انت ممكن ترجع الوراء بقى مش احنا قلنا ان ال-V-LOOKUP A-B-C ال-X-LOOKUP مع X بقى ال-V يا جماعة vertical اللي انت بتمشي vertical ال-X بأي حتة رايح الشمال يمين اي حتة يعني ممكن اقوله كده بيساوي X-LOOKUP يقولك ال-UID انت بتدور فين بال-UID جاء كمى انت عايز ايه؟ اقول ان عايز جبتايت انتظروا ان اراجعت ورا جبتايت الوراء جبتايت الوراء معي ايه ايه بي سي صح والله؟ رجعنا نرد اتوس انتر جاب لي جبتايت فاهمين قصد يه؟ ال-X-LOOKUP مالهاش علاقة بتثبيت بيساوي ال-X-LOOKUP ال-V-LOOKUP هذا التحديث الاول لكن ال-X-LOOKUP هذا التحديثات بقى انا عملنا كده انا عملنا كده انا عملها ايه كمان ايه وعلى فكرة شباب X-LOOKUP بتعمل معاملة ال-F مش احنا قلنا ان فيه F جواها F جواها F جواها F فاكرنا الحركة دي فبنقول له ايه؟ بنقول له ايه؟ اقول له انا مدور بدا انا عايز اخد مثلا شوية دولك كده لوقت حسيم ده مثلا اخد ده مثلا اخده هناك انا عايز اخده هناك انا عايز اخده هناك ونمسح دي كده انا عايز امسح الجزء اركز ده في القطة دي انا بقول له ايه؟ حسيم ده جماعة حسيم ده هنا في اول 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 بس انا مسحته انشلت اسمه وصله كده جماعة وصلين كده انشلت اسمه من عندي فانا قلت له ايه؟ بيساوي X-LOOKUP انت بتدور به؟ اقول له انا بدور بال ايدي بتدور به فين؟ اقول له انا بدور به هنا بس طب انت عايز اقاني نتيجة اقول له انا عايز تجرب تايتل والسالري وكل حاجة كده انا وصلنا لحد فين؟ لحد احنا كويس تشايفين الجملة دي؟ بس عليك انا عملت كده اللي هي F-LOOKUP طب لو ما لقيتوش نعمل X-LOOKUP تاني يعني احنا وصلنا لها تاني لو انا عملت اقول له اعميه X-LOOKUP تانية X-LOOKUP اهي يعني بعمل X-LOOKUP جوة X-LOOKUP دور عليه فين؟ دور عليه في الحسام اللي انا نقلته في الجنب اقول له دور لي بدا بالكوت ده فين؟ في هنا اه احنا لازم نصغرها كده شوي اهو دورها لي هنا كده وهتلي البروجيكت ما عمش ايهو ده انتر اه لازم اقفل الكوس انا نسيتها في الاكواس اه احنا نقفل الكوسين يبقى الكوس اهو هدي واحد اثنين بس انتر جاب لي حسام او بس انت عشان انت عارف من المحب انا مش عارف تور فين لا ما انت تتغازم تبعي؟ ما انت تقول له ادور في التيمول ده لو ما لاتوش دور لي في التيمول ده ما انت بقى ايه تلوت فاوند؟ او انت ملاتوش تطور لي فين؟ لا ادور فين فاو ايارف من اين؟ بس لازم لازم اقول له طبعا بزبطة الاكس لكوب يا شباب الاكس لكوب وظيفتها استخداماتها كبيرة جدا وكمان مش طبعا تجيب اول نتيجة ممكن تجيب النتيجة لبعدها وضوع حلوة يا جماعة في الاكس لكوب بس انا هنكتفي بحطة اللي احنا نبقى عارفين ان الاكس لكوب بتجيب نتايج دايناميك اللي انت تجيب مرة واحدة ايه ايه اكس لكوب ده ده ندور هنا كده ونجيب وكده احنا جبنا النتيجة اهو ننقل بقى نرجع بقى اي حسن مكانه عشان ايه ما يزعلش احنا مسحتنا الفون نمبر بتاعه تعال بقى ننديله اي الفون كده ننديله كده نعمل هنا كده طبعا بصوا شباب احنا كده خلصنا الاكس لكوب بي لوكوب بقى الجزء التاني من الحتة دي مشاين عملنا بي لوكوب والدنيا تماما شابب مايش مشاين عملنا بي لوكوب والدنيا تماما يعني يمشي اكس لوكوب ولا في لوكوب مايش ظاهر عندك مايش بي لوكوب مايش ظاهر عندك مايش ظاهر عندك مايش ظاهر عندك واحد وعشرين حاجة زي كده بصوا شباب احنا عملنا في احنا عملنا في احنا قلنا كنا على طول بنعمل احنا قلنا ايه احنا بنعملها احنا ب فاكرين جملة فاكرين جملة في الاخر دي فاكرها دي فاكرها انت ليه بتقول ليه ما عملناش صح كده بصوا شباب بصوا احنا هسيب لكم الحتة دي تعملوها انتم بس الجملة دي بيقول لي ايه دي عندنا كود العميل والبلد ورقم الفاتورة وقيمة الفاتورة اهو ونسبة الخصم فبيقول لك نسبة الخصم دي عشان تجيبها فبيقول لك ايه كيمة الفاتورة من 10 تلاف تاخد عليها 2% طبع 20 تلاف ياخد عليها 44% 30 تلاف سبعة فالمين دي عشان نجيب نسبة الخصم التعاتي فاكرين نعملها ازاي احنا افس او اف لا مش افس 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 اقولت لكم ان كل شرط افس منفصل عن يعني منفصل عن تان طب تخيل كنا عشان نعملها اف نعملها كم كوندشن هذه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة 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 اكيد مش عارف الحيطة اكيد الحيطة لا اقول لك لا اكيد لا اركزي في بص هنا الرقم 10 تلاف جنيه هنا عمرك ستجد رقم مزبوط بال 10 تلاف جنيه ستجد 10 تلاف جنيه فمهما تعملها ايه ايه انا عارف هي فيه كذا حل بس انا قصدي ان فيه حل الرهيب فيها بصوا شابات احنا جدا عملنا بصوا ركزي في الان اول اعيب دي واندور بدي في دي واندوس كمى واندوس اتنين واندوس كمى واندوس واندوس انتر قال لك يطلع لك كله ان ايه ان ايه كله لماذا ؟ لان فيلوكب تدور بالكلمة بالحرف اللي هو ايه اللي هو ايه اللي هو ايه دي لوكب واندور بكلمة الفاتورة كمى من اول كلمة الفاتورة لخصمة بعد كده كمى اتنين وبعد كده كمى مش فالس اللي هي كلمة اللي هي دي ما نختارش فالس ندوس دابل كليك ونقفل للكوس واندوس انتر جابت لي ارقام وده عشان نخليها برسنتج هنيجي دون فينا كده واندوس على برسنتج تعال نتأكد الرقم ده صح وغلط تلاتة واربعين الف ما بين الاربعين و الخمسين 10 في المائه تعال كده نكبر كده الكلام ونشوف الكلام ده صح وغلط 35 ألف 35 ألف ما بين التلاتين والاربعين 7 في المائه هيا في الاخر الاختلاف الوحيد الاختلاف الوحيد الاختلاف الوحيد كله في الـ من لحت البلد صح يقول لك أن كيمة الفاتورة يتحدد عليها الخصم يقول لنا بساوي انت بتدور بيئه ؟؟ تقول لنا بيدور بكيمة الفاتورة ات بتدور بين ؟؟ تقول لنا بيدور من اول ان النا في الجدول ده انت عايز ايه ؟ اللي هو الي كله من نكس نمبر ؟؟ قال لنا عايز رقم اتنين رقم اتنين هو خصم عالي رقم اتنين اه اللي هو اتنين واحدة ادوس كوم اتو معايا يا شباب؟ شباب انتو معايا الصحيح ؟? معايا؟ طب لو دست كومة كده رقم اثنين كومة قال لك بقى انت عايز نتيجة أبروكسيمت ولا فولس لو فولس مش تطلع عليك حاجة لان هنا الارقام تطلع عليك هنا بالضبط من 10.000 في 20.000 في 2% ما عمش ايه خمسة المائة يبقى نقول له true ونقفل البروز ونسحب دوس انتر سماعة المائة دي من دي استخدامات الفي لوكب اللي ممكن مش معروفة كتير وصلت كيه شباب التكست فونكشن بصوا شباب التكست فونكشن والتايم فونكشن دي من الحاجات اللي لازم تعرفوها في الكسل اول حاجة اول جملة بتتنطق في الكسل كونكاتينيت كونكاتينيت اللي هي تعمل مرج ما بين دي ودي كونكاتينيت دلوقتي اختصارها بقى اتعاملة زي كونكات 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 لان كونكاتينيت هتبتدي تتلغي لان عارف انت كلمة كبيرة جدا وبقى الناس بقى تتلقت فيها فما بقيتش الناس طعف تكتبها كبير كونكات وهي ايه كونكاتينيت دي وظيفتها ايه وظيفتها ان انا هنا مثلا محمد هي كده كونكاتينيت وهنا تحسين مثلا انتر جاب لي محمد تحسيني اتنين جنب بعض كده املهم زياد او ابند الحق كده جنب بعض الناس اللي تبقى عارفة في البرمجة ابند دي جنب دي طب انا الكلمة مش يعني لازقين في بعض قوي فممكن نحط كده ما بينهم هي كده كومة تانية ونعمل double quotation و specific محمد تحسين كده ايه وصلت كده شواء بس كده lift محمد ايه بردو فعايز اخليها lift lift دي بيجيبلك اول كم حرف من الكلمة يعني ندوس كده lift ودست هنا كده دي الجملة يقول لي انت عايز تاخد كم حرف منها اقول له مثلا اربح روح enter اول كم حرف من الكلمة اه ماشي ايه ايه مثلا محمد ايه ايه محمد ايه ايه محمد ايه هندوس يساوي lift ايه lift ونختار الكلمة ايه هندوس كوم يقول لي number يبقى اربعة ندوس انتر ايه نفس الكلام write محمد ايه 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 المهم يعني محمد ايه 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 ميديا نمود وشاجات صعبة ايه 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 انا كويس انا تمام بصة شباب لا لا طبعا انت شيفني بروغرامر انت شيفني بروغرامر ده شكله احب بروغرامر بصة شباب ترم ترم ترمينج لا تقصيص نعم لان تقول له انت عايز كم حرف يعني مثلا نقول له الكلمة دي كلها كم حرف يعني بصة ايه انا عايز اعرف الجملة دي كلها كم حرف ايه ايه الكاركتريستيكس كاركتريستيكس ايه ترم ترم دي بقى فايتيتها حلوة جمعة ترم دي اللي هو بيشلك الزيادات من الكلام يعني مثلا وليكن وليكن عم محمد ده مثلا ايه محمد ده ايه يساوي ترم لا 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 ايه هي تبقى من بره الترم اللي بنبره بص يا ستي لا لا خالص اسمها سبستاتيوت لا 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 ايه ترم دي اللي انت بتشيل يعني مثلا بصوا لا 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 مش كده خالص بصوا واحد اتنين تلاتة اربعة بصوا ده كده فيه فيه شوية بمجرد ما هيجي هنا اقول له اعملي ترم وهنا كده تدوس انتر لما اجي اعملها كده كوبي صح عشان انتوا لحظة جماعة حتة دي الجملة دي مهمة جدا انتوا كل حكوا دلوقتي المعادلات طب افرد دلوقتي انا مش عايزة ابعت لحد المعادلات دي يعني باخدها كده كوبي وعايز ابعتها لحد فتدوس عليها كليك يمين كوبي وكليك يمين تاني وان تو سري عشان تتحول لكتابة ما تتحولش لمعادلة تبقى زياء زي الكتابة اللي انا كتبينه تبقى كده وان تو سري خلاص كده عشان ما تبقى معادلات يعني انتوا دلوقتي نفترض انتوا عملتوا شوية معادلات وكل حاجة وعايز ابعتوا الريبورت الواحد مش عايزوا نشوفوا معادلاتكم فتعملوها تاخدوها كده في اكسل واحده وكوبي بعد كده كوبي تاني كريك يمين قصدي وان تو سري اللي هي تعملها بست وان تو سري اللي هي كده بست وان تو سري اسمها فاليو بست فاليو تمام؟ بالزبط 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 بالمعادلات تمام كده شواء فبصوا لحظة بس كده عشان بس هوريكم بس اللقاء طريب عليكم لما انا خدت تريم دي شارتلي اللي كانت موجودة على اليمين يعني دي كانت فيها سبيسي زي لما عملت تريم شارتلي السبيسي زي طرم كده تريم دي عفيكة تفرق كده قوي في ساعات لما بتيجي تعمل تاخد كوبي مثلا من ايميل ولا حاجة وتخطها في اكسل شيت بتلاقي الكلام بعديه سبيسيز كده يعني تلاقي فيه الكلام في سبيسي فإذا قدمت كلمة تريم دي عليها تشلك السبيسي تقص أصلك كل حاجة تخليها على الكلمة وصل الكيشواء تمشي فك دي كده وننزل تحت كيشواء ونقول أبر أبر أو أبر يجد تمام أبر بقى طبعا يعني أبر أبر اللي هو تخلي كل الكلام كابتال كابتال أبر لور طبعا لور بروفر لو بخلي أول كلمة كابتال بروفر 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 هذه وظيفتها تقوم بتعمل للكلمة يعني انظروا مثلا جملة مثلا يساوي proper تختار كلمة كلها لور كيس كلها حروف لور كلها حروف عادية لما تجدوس عليها وندوس انتر ستجد محمد اتغيرت عن محمد باية اول حرف كابيتل استبق نعم ما جربت استدائي بس تعالي كانت جربتها كده مثلا احمد مثلا مثلا دي تحصيل احمد مثلا اعيب جوه السلم اه 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 ماشي اه كده مثلا خليها دي كده مثلا خليها دي اه مثلا احمد اه اه صبستاتيوت شباب بسوا الشباب اه صبستاتيوت اه 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 انا عايز اجيب بس للك كلمة اه 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 انا عايز اغير اه اه اصنعي بس ن Rahmenسك كده الشغل اهي ده التكست. هدوس على الخلية اللي فيها التكست. واصلت كده شباب? بعد كده ادوس كومة. ايه? اوسم. يبقى اوسم. اي اميزنج. اهي اميزنج. اه بس الاسر هي ان انا انا صح عبر و اكتبه اه سعويني انا انا كانتها اوسم خلاص. اه. اخدها كده كوبية وخلاص مش ايه هدو اوسم. انا اسفى الشباب معانيش لانبصوا شباب من اول المحاضرات اللي جاية. هيبقى يعني لازم تبقى الناس جاية فائقه وشرب قهوة تمام? انا اسف و اللهي. بس عشان اصلي ان بعد كده الموضوع لا تقع مني سنخلص هذه date function ونأخذ break لكي نرجع تلك هو فيه أعظم هناك أخرى هناك أخرى نحن أربعة أو خمسة لازم نقفل كل شيء today today function اليوم ساوي today اليوم اليوم نضع نهار اليوم 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 نحن نسخ أيضا ما تريد تريد نحن 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 ماشي انا بكتب كده كده اصلا بكتب الدير ماشي اه ماشي اه ماشي اه ماشي اصدك الفورملة كبيرة اه بص يا شباب عشان انت ببصوا انت بركزوا بص معي هنخلص بص الحاجات دي بسرعة عشان ايه يعني اليير اليير هتبقى بيساوي اليير وهنختار طبعا ده التاريخ بنختارها على التاريخ اهو ندوس انتر قال لك ان الديل بتاعيه 2014 المنص بيساوي نختار هنا عندي برضو عند الديت بيقولك ان المنص رقم تسعة انشار تسعة الدي برضو هنقول دي وهنجي عند التاريخ وندوس انتر قال لك ان الدي يوم سبعة عشر التكست اه بص يا شباب تكست دي من احسن واحلى الحاجات اللي ممكن تعملها حاجة اسمها فورماتنج تغير شكلها لحاجات تانية مثل القصة نجل بص شباب ترى التاريخ ده كده التاريخ ده اهو التاريخ اهو ان انا اقلته سوانين اعمله كده لديتا ايه شور دات انا اريد اخليه التاريخ عبارة عن اين؟ عبارة عن يوم كامل اللي هو مثلا يوم الثلاث شهر كامل سنة كامل نعم؟ ما هو دي بقى في الفورمات بص اسمها كلمة اسمها تكست معادلة اسمها تكست يقولك الواليو انت بدور بايه اقول انا بدور بدا كده في التاريخ ده كومة وتعمل دابل كوت دابل كوت او تكتب دي 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 اربع اربع دي اربع دي كمه أو سلاش او داش اصدي أو سلاش او اي ان كامل من كامل انت التحويله وللن نسبحه بالشغل هذا الشرطة انتنى هم منث انتيه وهوا عربع ام معان мал simم يعني احد اربع ام لا جانو وريم او كامل او August واحد بالزبط 없이 بعد اربعognه Maduce اللي котором قسم بأن اربع مم كانت الأ Russian غير 재미 June شيء الآن سابتو سospes 24 ليس بطريق التالي苗 لاحق السبتمبر سمدين لاحق السبتمبر سبتمبر 24 من vistaي التي فنتaster عالتيinate 17 سيبقى سبعتاشر لو خليت المم دي خليتها مثلا الممين بقيت تسعة تشير تسعة لو خليت الير دي يبقى سبعتاشر يبقى سبعتاشر لا 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 لكن خليها في المنص ماشي لو خليتها في المنص سيقولك سيقولك انه سبب مش سبتمبر وصل لو انا عملت دي واحدة لو انا عملت فين 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 لو انا خليتها دي واحدة هيخليت سبعتاشر لنسبعتاشر يبقى ثلاثة يبقى خليها ثلاثة واحد اثنين ثلاثة تيوز تمام كده بيفت تيبل دي خلينا شوية كده سباركلاين انت عايز تعمل معادلة تانية بحاجة تانية يعني اصلا يعني اصلا انها تبقى تعملها معادلة بشيت تانية وتستخدمك تستخدمك تستخدمك بالضبط انت مثلا ان انا بخلي الشيت كما هو كولوم تاني يعني مثلا بيبقى سبعتاشر تسعة بالتايم الساعة واحدة ونص فانا مش عايز اعملها جديد انا بروح بقى اعملها فوق شيء تاني الواحده بعمل الشكل ده على التكست اللي انا بقوله انا عايز التاريخ بس مش عايز التايم فبخلي الوريجنال الواحده وبخلي التايم ده التاريخ الواحده تمام السباركلاين ديو خلاص يعني ديو ناخد سباركلاين سباركلاين ده يا شباب حاجة كده جميلة جدا عاملة زي التشارتات اللي هي الرسوم البيانية بس جوه السل بتبقى جوه السل مش بره السل تجربت التشارت قبل كده التشارتات بتبقى عاملة زي كده زي الصورة بتطلع فوق الخلائين لكن السباركلاين دي بتبقى جوه الخلائي بتعلم اريكم يعني ايه سباركلاين لو جينا هنا كده و جينا على كلمة انسيرت هنلاقي فيه جوز ايه كده اسمو سباركلاين ممكن تلاقي عندوك او ممكن ما تلاقيهوش الله عنه السباركلاين دي بتبقى عبارة عن ايه مثلا نعملنا لين تشارت يقول لك الدي تارينج عافقة سهلة جدا مش محتاجة اي حواط اقول له الدي تارينج دا كله سهلة ايه عاملك زي لين قالك ان يوم جان عشر تلاف بعد كده طلع في فب تلاتين بعد كده نزل في مرشا 4 بعد كده نزل ابريل سالي بربعة سهلة ايه ايه تعال نعملها تاني ندوس انسيرت انا حطيت لك الصورة انسيرت ايه وحاجة اسمه سباركلاين ونعملها مثلا لين شارت ويقول لك الدي تارينج دي ندوس ايه وفيهم بقى تعدلات اللي انت ممكن تخلي مثلا الماركر نخلي مثلا هاي بوينت الحتة العالية قوي دي او على حتة نخليها مثلا باللون الاحمر عشان انت ابوس خدت بالك من اللقطة دي بوسعي ما عشان انت معلمتيش دمت ازاي يعني مش ظاهرة حتى عندك يبقى انت دايسة في حكا غلط وريني كده لا 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 مش دي خالص دكتور ايوا تفضلنا يعني من ثلاث دقائل كده كان جاي من الميتنج فاضل في خمس دقائل فهو غريبا ممكن يفصل واحنا ما نعرفش بعد البريك نجوين مش عارفوا بعلو حركة طب بعتولي اللينك تاني يعني اللينك ده مش انتو اللي بكاريتو اه 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 طب انا عشان كده او حاليك اه 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 هنا اكلمين دلوقتي عشان بس المحاضرة دي بس لازم يعني لازم تخلص عشان المحاضرة لا لازم تكون يعني كذا تمام يا اه بس هوا بس هو لا فاصل احنا مش هنبقى عارفين اصلا بلقى حضرتك ان هو فاصل لا حقا أستاذ عمر سأتكلم دلوقتي حيلا لحظة خليكي معي شكرا طيب يا شباب بصوا يا شباب أنا آسف ولكن هذا كده كورس أنا أريد أن أعطيكم كل شيء تخذتها 4 أو 5 أيام فمعليش دي حاجات مهمة ممكن دلوقتي تكونوا تعبانين شوية أو دماغكم قفلة ولكن عندما تقعدوا واتماموا وتصحوا تفتحوا الكورس ده تفتحوا الكورس ده أونلاين آه لا كده احنا كويسين يعني هتبتدوا تعلموا كل حاجة بس تصدقوني أنا عارف أن دلوقتي فيه ناس بدلوقتي بتاعتها أنا عارف أن أنا دلوقتي بشاور بس يعني أنتوا مستمعين فيه ناس جوا مستمعين أنا عارف ساعتين ونص 2 ونص ساعتين ونص بصوا أنا أنا اللي أنا بص أقضي عليه أن لقيتوا الفترة دادة قدامكم ومن ثلاثة أربع خميس جمعة ثبت يعني يبقى فيه بطر شبه ومشاله والله والله الكوردينيتور اللي بيبع أوه أنا بقصر به الشبكة ما بلجمع ساعتني بس أبعت له عشان بس أقول له أبعان ببعلي شي بس أحضركم أبعان ببعلي شي بس أحضركم أبعان بكاليتين آآ آآ أبعا كروشور تاتين آآ دلوقتي عشان بس لسا أنا أطلبنا شوي ممكن له صمع طبعا فأعملي كذلك لا تفضل إنه صحيح أخبره د. سلطانيه ن sometime عمل قبرة تبه نعم إنه صحيح طبا نعملي له لو أريد ان أجل كل مرة ممكن تفضل من أجل 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 ما انا مش عارف اوصلوكو ازاي ما وللأسف هو الادمن ماشي ما عندكش اكسس على جروب نعم نعم تفضل وليت فانديم مفعش تبعطينا اللينك على الجروب للأسف انا مش ادمن على الجروب بصوا انا مش عارف اوصل لعصاس عمر اوصل عمر اللي بترفونه مش مجمع بس انا لو في مش عارف اقولوكوين مش عارف مش عارف ماشي 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 وممكن نخلص بعدين خلصو ذي مالا مرقات التاسية نحن نحن ماشي يعني انا خلاص القصة او خلاص كاشوين ماشي يا شباب و تمعيني تمام يا دكتور ماشي شكرا لو كانت خدريتك حتى او كرأت مشان نعم تمام يا دكتور تمام ماشي شكرا ماشي شكرا ميش 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 كويس كويس انا بس انجل ان انا كيكا بننزل على اليوتيوب بس انا بطهلكو يعني مش عارف انا بطهلكو برضو ازايكو حاطر الله سبسكرايب انا هسالها ستة وخمسين الف اوكي اوكي انا بالتالي انتظار لك كده اختيار حبيبي حبيبي بس انتظار شباب انتظار شباب معلش انتظار لقطة دي وصفتها بده بتعمل تشارت جوه السلم مش هوفر عليها مش بره تقدر تعملها مثلا تقدر تغير تخليها كولم يعني بسه يقولك اعلى حاجة في التاني واحد اللي هو رقم 30 الف اللي هو في بريوري تمام كتن يا شباب اه ده بارد شارت ده كولوم تشارت كولوم تشارت لأ كولوم كده 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 الحمد لله بصوا 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 في جملة كده كنت انا حدثة اللي هي بس خليها لمحاضرة جاية هتأكل لها بفت تابل وهيبقى بصوا بقى ده كده بقى مسك وحدها بس كبلة بصوا شباب البراكتس نخليها في البركتس في حتة دي احنا هنخلي بفت تابل دي المرة الجاية إن شاء الله بصوا شباب بصوا شباب ام اقول قد نقول من الاخر ادي يس لنورس كارولينا وغير كده اللي مش ساكن في نورس كارولينا ده ادي له نوم انا معادلة من دولة صحة من الآخر تشاهدوا المعادلة الصح والمعادلة الصح تعالوا نكبر كلامك شوية أخر واحدة حد تانية عنده أوراق تانية تحت عليمي السلام عليكم والله عليكم والسلام فعلا اخر واحدة اخر واحدة يساوي وبعد كده يسا تبقى اللي زي دي دي ما فيش أسان حاجة تعملها بتساوي بيقولك دي كده على طول يعني دي غلط برضو دي مش ها لازم نسي تبقى بين وهنا نسي برضو دي هي دي هي دي ازاي مش ها دي اه 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 دي اف جوة بس يا من الآخر هي دي دي صح دي صح از دي صح از ونخليها كده نشيلها الحمد الله اه دي طبعا اخليها لكم طبعا انتم تعملوها دي عضوة أنتو فيها شوية دي VLOOKUP بيقول لك إحنا عايزين الـ الـ عايزين نعرف الـ أوبس كله هنا خلال الـ مش ياريك الـ عايزين الـ عايزين الـ عايزين الـ عايزين الـ عايزين الـ عايزين الـ مش اساسمنت يعني تليليكو أنا مش حلاء على فكا مش حلاء فكا عنا فلطنا أنا كده خلصت يا شباب أنا أنا والله كنت عايز نشرح لكم حتة في الجزء ده أوي 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 عايزين نعمل بصوا شباب معرشة عشان بس نبقى حاضرين معرشة ناسة المحاضرة جاية أتمنى أتمنى منكم لو سمحتم تبقوا جايين في عيين وكلين يعني المحاضرة جاية بمعاكم لابات كده لا يستعملوا بيها عشان اللي جاي ده ده أي حد يجي تكلمه في بس لازم يتشرح لازم يتشرح لازم يتشرح إن شاء الله المحاضرة جاية هنعمل إن شاء الله إن شاء الله محاضرة جاية هنعم هنعملها بي بي ايه لا مش بي بي ايه نعمل بي بي ايه خارفة نعمل داشبولت إن شاء الله ماشي شباب كي تمام كده شباب أنا كده خلصت تمام أنا كده كويس شكرا جدا لكم إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله نعم كمان ثلاث محاضرات ثلاث محاضرات من دلوقتي ثلاث محاضرات ثلاث محاضرات هو كمسة الاكسل أربعة كمسة الاكسل أربعة كمسة الاكسل أربعة كمسة برضه مع الحزر مخلص معنا كنت نهارتا كان فيه فاضي شوية كنت أخليك شوية جزء تفهمين يا شوية بس إن شاء الله المحاضرة الجاية تكون في داشبورد نقدر نعمل على الاكسل وأتمنى أن تكونوا معي عشان يعني تكونوا عاديين معي يعني نعملها وأتمنى أنكم تكونوا كلجو كده يعني بحيس إن الموضوع كلجو بتشكلنا فضلوا ما أنا هبعث لصد عمر ما أنا مش عارف أوصل لحاجة على الاكسل على الاصلي على الواتساب يعني هو الأدمن بس اللي بيديف فأسد عمر هبعتها له هو يبعتها لكم مش عارف أوصل له حد غمر فضل يقول فضل يقول السفل اللي ماشي يعني أنا أم لا يعرفك يعني أنا يا إما طبق خليب كتب المعادلة بسرعة أنا متأسف بس عشان وقت الكل أنا عارفة مش كلا أن بص لي إن إحنا مثلا حارفة والله بشرح لهم جيدين ماشي وبتشحر نيجي مثلا عند المعادلة اللي بتعطله بتعطله اللي باب عايزة يعني يعني اللي هي القمة وكيفه بشكل ونيجي مثلا عند الحاجة السهلاقوي اللي بتخبر الوقت ونيجي عند الحاجة الكوية بص يا زي اسمعيني كويسي لا 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 إن شاء الله بحاجة أنا بس عايزة أقول لكم حاجة في المحاضرة تشوفوا الفيديو المحاضرة الفيديو ده إن شاء الله إن شاء الله هتلاقوا أنتوا بقى الفيديو اللي بقى موجود هتعودوا بسم الله مرحيم هتعودوا بقى تشوفوا بقى الحاجة وتكربوها وتشوفوا وتمشوا مع الفيديو هوا بصي يعني أنا لازم أمس بسرعة شوية يعني أنا فيه حاجة النهاردة كنت أعملكه زي سيمبل هاي بصي الشانل ايه السر شاجي السر شاجي اسمها السر شاجي اسمها السر شاجي اسمها السر شاجي ايه دي المحاضرة دي كريستانا هنا طبعا أنا خلاص فاضلي حاجة كده وأكمل ستة وخمسين هلف داخل ع سمممائة فيديو فدي بقى حاجات تخص الـ Power BI وكنت أعمل سيشن قبلية بعشر في ايام مش فرق نبدأ من إدافة ها طبعا من أول غاية سيكاتر ها نسيكينو 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 لقد كنت ملمانا فاوله لا نبال تعالوا نبس على الدي أعمل مايه أشترك هنا صوروا هاي صدلوا هاي هل أعتبر أن تكون هذا التفايل وهذا غير حل غير حل أنا قلت له أنا خلاص هنقوله بقل ذلك بصوا دي a hair a hair a orthoped AH 9 ونعمل هنا كده خلص mộtت طلب نفت أي كده نعمل ونكبر دي كده شوية ون roasting علشان He needs علشانyeah بص لك أنا أوليكم بس حاجة بالأسف اللي معي دلوقتي سمعني في الوانلاين كان في حاجة كده كنت لازم أوريها لكم بس ما رجع شرح لكم أكتر نفترض أن أنا عندي أنا عايز مثلا الجزء بص الجزء ده كود العميل ده أنا أخده كده أخليه هنا كده بصوا في حاجة اسمها فلاشفل دي طحفة دي يا جمال بصوا فلاشفل دي أنا إن شاء الله شرح للمرجم شايفين كلمة سي وداش والرقم فأنا عايز أخد الرقم بس مش عايز أخد سي وبلاس كده ده ده انترميديت كمان الأدبانسي اللي جاي لا ده ده بقولك بقولك النسي اللي عادة معنا الفلوس الحشر وفين عالشين بصوا شايفين الرقم ده الرقم ده أنا بس أخده كوبي مرة واحدة أو بكتبه بإيدي يعني مثلا بكتب إيدي خمسة خمسة اثنين اثنين تلاتة أربعة بس كده ودوس كلمة كنترول ودوس كنترول إي سلام علي عروس لا أحد ده جدا أنا متاجعة طيب في بعض الحكس لكتحة لو مثلا عندي اس وانا بس العديد مثلا مستر او بس اه بتقدر تعمل تقدر تعمل بص طبعا عايز أجيب السي السي داش ليه الرقم ده الرقم ده أجيب السي داش أكتب سي داش بس كده ودوس كنترول إي أو هنا في حاجة اسمها data في حاجة اسمها flash مشكلة لا مش مشكلة حتى لو ما تجدهم علاء تدس علاء حتى لو ما تجدهم علاء بيقولك علاء دوس كنترول إي اه كنترول إي وأنا أعمل كده هناك دوس كنترول إي سماعة كل حاجة طب نفترض حاجة تانية مثلا أنا عايز مثلا ام ام يعني اميلاك مثلية يعني مثلا كده 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 فاكرين ما هتتكون كتيني مثلا 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 خليها مثلا كده ونيجي نعمل دي كده مثلا ونغير دي مثلا مثلا تبقى أغط ميل عشان هقول لك هقول لك دولات مثلا بصوا شباب الكملة دي كده أنا بس هربطهم ببعض على فكرة بدل ما تدوسكم كتينيت ممكن تدوس على دي كده وتدوس كده كده جابت كده 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 فهنعمل دي كده الفكرة مثلا ان انا ممكن اجيبها بكونترول اي الا Press اللي ا lige هنا كده وقول له انا اريد الاسم ده باس بدل كوبي اnis فأنا أخذ الاسم مثلا كوبي او كوبي او اعطه هنا كده واجه هنا تحتي أدوس كنترول اي كنترول اي كابت الاسم طب انه انا عايز اجب الاتجيميل اخذ الاتجيميل كده كوبي وانيلا هنا كده وامسح ديه كده خالص وادوس هنا كا كنترول اي كده جابت الاتجيميل اتوه دي يجي تحفة دي عفقا فلاش في اللي دي متلخص هكتين اوه لو فيه كلام في النص نوع المسافة هو بيفهما يقول لك انا اخذت الاتجيميل فبعد كده هو ياخد اجيميل دي في اي حاجة يشوف اتجيميل ياخد روح وخير هني سبت الاسم لا 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 عادي أعمل هنا اقعلي هنا يقعلي الوقت لا مشها بس كان فيه بس المساثة سيف كان يقول لي كان يقول لي أنه لما أكتب شيء يأخذ رقم فانا افاكر ان هي كانت واحدة اللي فوق يعني بصر اقول له بيساوي لو دي بتساوي يبقى يبقى دي طب لو لا اقول له يبقى واحد زائد اللي فوق اللي هو هيبقى واحد يعني دي كده تبقى واحد ونسحب دي كده لتحتشوف لما اجي اكتب ايا حاجة اتنين انا بس دي لما اعطلت فيها فمكتش مغي افشت شوية ساعتها انا قلت لها كنت قلت لي طب نكمل وانا اي بص اي بص اي 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 المعادلة اي بقول له اي بقول له انا بس عايز اوصل لكم بس اخر حاجة وبعد كده خلاص اي بنقول له اي بقول له احنا بس نخلي دي رقم واحد فوق بس يعني دي تبقى واحد دي تبقى اول خط اول واحد بقول له ايه اف احنا هنكتب بقى هنا نكتب في الخليجة دي يعني هنكتب الاسامل البنيات مين في الخليجة دي وقول له لو دي بتساوي فاضي يجب ان تجعله فاضي طب لو لا يبقى اذا دي زائد او واحد زائد اللي فوق ايها يعني واحد واحد او واحد زائد اللي فوق واقفل الكوس عادي واسحب المعادلة تحت كده دي طبعا عشان فاضي فدي طبعا فاضي فلما اجيكتب مثلا فيله قالك فيله ايه خدقم اتنين عمر ثلاثة محمد أربعة حلو عادي ايوان بزبط فهي دي معادلة اي طبعا ايوان بالضبط فورملا بس الفكرة بس لنا دماغي عاشت الساعتها فساعت المحاضرة وانتو بتتفرج على المحاضرة بالوقت بس كده اي greify يجب ان احنا نفسك ما هيبعتلي مين? ما هيبعتلي هيلفه على الجروب اللي الجوه المسطول? انا هبعتني الزامرة الزامرة يعني انا هرفعه ان شاء الله مقرأ. وهبعتني الزامرة الزامرة تحت عمرك مشوهر تحت عمرك تحت عمرك انا هبعتني الزامرة. نعم. كاجل دا جميل.